جميعاً ويوم جديد وبداية الأسبوع عشر الصبح في الأهلي ويعني أكيد كالعادة بيكون معنا فقرات وأخبار مختلفة كمان وجديدة وكواليس وحصريات طبعاً عن النادي الأهلي وعن المنتخب وعن الرياضات المختلفة كمان سواء على المستوى المحلي أو العالمي زي ما حضراتكم متعودين معنا سواحل هنا يا فاروق وسعيداً أنت معايا برضو الأسبوع ده وحتكون معايا الأسبوع ده كمان وعايزين نقول لكريم يعني يقوم بالسلامة لكريم تعبان جداً إن شاء الله يا كريم تقوم بألف سلامة أنا وفاروق أكيد من أن أتمنى لك وكل الناس اللي بتتبعنا بس فاروق أنا سعيدة جداً أن أنت بتبقى معايا الحلقات بتبقى مميزة جداً بجد وأنت من ناس المتقلقة في القناة معايا بجد والله مش بجاملة الصباح الخير أنا هواند أنا مبسوط أنت عارف على المستوى الشخصي يعني مكانتك عندي وغلوتك عندي أنا يعني بعزك جداً ومبسوط أن أنا موجود معاكي وفي نفس الوقت بتمنى الشفاء والسلامة لكريم يعني ونرجع تاني مرة تانية نشوفه على الشاشة ينور للشاشة وبإذن الله يعني يرجع قريباً وأنا مبسوط معاك أنا هواند وإن شاء الله يعني حلقة بداية الإسباب نقدم فيها يعني أمور إيجابية كتير جداً صحيح وقنا فعلا معنا النهاردة أخبار كتير حلوة إيجابية تعال نبدأ بإن نحن ننوه النهاردة معنا فقرات إيه؟ نحن من النهاردة معنا الفقرتين معنا الكابتن هدير مخيمور اللعبة منتخب مصر وبطلة العالم في الرماية والفقرة التانية طبعاً يكون معنا الكابتن صديق الجمال نجم الأهل السابق هنتكلم على أمور كتير جداً خاصة بالمنتخب المصري خاصة بالنادي الأهلي المنتخب أكيد تفرجت على مبرات الزنبيل أخيراً ما فيش حد ما تفرجش وعايز أقولك وحنتكلم طبعاً في تفاصيلها لكن عنوان الفترة ممكن نقول يعني حتى هذه اللحظة شوية مقلق يعني كنا بنكلم إن مش مفروض إن إحنا بنصدر يعني صورة سلبية أو إن إحنا نصدر ألأ للمنتخب أو لفيتوريا واتكلمنا إن الراجل ده عنده فكرة وإحنا ناثق على فكرة ولسه يعني مش هنقول إن إحنا محبطين لكن أنا كنت أتمنى من الناس لأن حباً وعشقاً في المنتخب المصري وحباً وعشقاً إن أنا نفسي بلدي تبقى في مكانة تانية خالص في الرياضة وفي الكورة أنا بتكلم إن لا أنا كنت متوقعة ده أفضل من كده بصراحة يعني لكن هنقول إيه يعني خلينا نبدأ كده برضو زي ما فاروق ابتدى الكلام بالمنتخب ونتكلم إن إحنا آه إحنا في فترة التوقف الدولي ومنتخبنا أكيد عنده اختبار قوي جداً أمام كمال منتخب الجزائر بكرة بإذن الله على ملعب هزة عبنزايد وأكيد برضو بيواصل تدريباته واستعداداته في إطار بقى هنا يعني خود الفعاليات وبطولة أمم إفريقيا إلا هتستضيفها الكاردفور زي ما حضراتكم عارفين مطلع يعني العام المقبل بس عايزة أكيد أقول أنا وفاروق برضو أن الفترة دي ليها أهمية كبيرة جداً لكل المنتخبات الإفريقية بالتحديد كمان لها تجربة كمان لها الكلمة قبل الأخيرة قبل الدخول في معترك بقى نقهيات كاس الأمم في هانير 2024 طبعاً ومن الطبيعي من الطبيعي جداً إحنا نلعب الفترة دي مع منتخبات من التصنيف الأول والتاني كان لازم هو لابد وده اللي حصل أمام منتخب تونس رغم طبعاً الخسارة وقال لك دي البدال حقيقية وحتى إن كانت مباراة دية لكن تخسرت بثلاثية وفي القاهرة وعلى أرض لكن هنرجع نقول واضح أنها كانت يعني مفيدة برضو لإلجاز الفني لأنه لازم بصراحة يعرف كل كبيرة وكل صغيرة وكل المشاكل الموجودة عندك في القوام الأساسي والقوام الاحتياطي وإنت بتتكلم كمان يوم الخميس اللي فات زي ما فاروق كان بيقول إحنا لعبنا مع منتخب زامبيا وده من الفرق صاحبة التصنيف الثالث والحقيقة برضو ظهرنا بشكل يعني خليني أقول وبصراحة لأ شكل غير مرضي وغير مقبول ومش حاضر أقول جيد ومش حاضر أجامل أكتر من كده خلينا نحط كل حاجة يعني في مكانها المزبوط بصراحة إحنا كان ممكن نقدم أداء أفضل من كده بكتير يعني يقوله لطبعاً الفوز اللي كان ومش فأقول في الدية الأخيرة في الثواني الأخيرة بأدف حمد يعني فاتحي حتى لو كان جول حلوة لكن احنا عصبنا تعبت بصراحة يعني لكن في المجمل نقدر نقول برضو ما كانش ماتش أفضل حاجة ليه ما كانش أفضل حاجة فاروق لأن انت بتشوف أوقات تمنا ممكن أقدي أفضل من كده يعني انت بتبقى شايف القوان بتاعك بتشوف الكوادر الموجودة بتشوف المحترفين بتوعك وفي الآخر ترجع تلاقي مش المردود ده اللي انت متوقعه على الملعب ولا كانت نتيجة فده اللي بيحزن يعني بص يا نهوند يعني من النقاط اللي هال يعني صعبة شوية انت عندك لعبة كتير جدا عناصر أساسية وأسماء كبيرة جدا لكن اللي احنا مش حاسينه الشكل بتاع المتخب مصر انا مش حاسيني ان فيه شكل المتخب الروح الجماعية واللاعب صحيح والروح الجماعية والشكل الجماعي المتخب مصر هو كانت السمة الرئيسية لمصر على مدار التاريخ مصر في كافة البطولات بس يعني نقدر نقول بالنسبة لمباراة زنبيا نقدر نقول اننا ظهرنا على فترات في الشوت الشوت الأول عن طريق كرات فردية ومحاولات من الترزيجية أو صلاح يعني حوالي فرصتين أو ثلاثة منهم كرة رأسية لمصطفى محمد كانت بجوار القائم يعني فيما عدا ذلك ما فيش خطورة تذكر على مرمى متخب زنبيا المواجهة الجزائر بكرة مش هنقدر نقول مش سهل صعب جدا المباراة اللي زي دي بتاخد الطبع الرسمي لأنها مواجهة ديربي شمال دايما موجهت منتخب مصر أمام فرق زي تونس المغرب الجزائر بيبقى لها طابع خاص خصوصا ان المباراة دي هتشهد مشاركة النجوم الفريقين يعني منتخب الجزائر هيلعب بسكواد قوي جدا مع مدرب عنده قدرات تدريبية عايزة أقف عند الكابتن جمال بالماضي واحد من المدربين اللي عملوا تاريخ مع الكرة الجزائرية واحد من نجوم الكرة الجزائرية في فترة التسعينات ومعها جيل قوي جدا يعني من الأمور المهمة جدا اللي بيشتغل عليها جمال بالماضي هي التحضير النفسي وخلق الدوافع للعاب المتخب الجزائر وده اللي كلنا لمسناه في البطولة اللي توج بيها المتخب الجزائري هنا في القاهرة طبعا عنده نجوم كبير جدا ونجوم كلنا عارفينهم أسماء كبيرة جدا رياد محرز والمدافع المتقلب طبعا رامي بن سمعيني لعب بروسيا دورت موند الألماني ولعب الوسط إسماعيل بن ناصر النجم ميلا للإيطالي والمهاجم حسام معوار اللعب بروما ده يعني إلى جانب طبعا نجوم كتير جدا في المتخب الجزائري معروفين كلها يعني كل اللعبة دي معروفة بالنسبة لنا كجمهور مصري تقد أنه واندي فريق كبير فريق الجزائر والمواجهة تكون صعبة جدا واختبار قوي جدا إن إسمي خلاله إحنا وصلنا لحد فين مع روي فيتوريا بس أنا من عدتي بحب دايما نقرأ تعليقات عن الأمور اللي هي بتبقى مهمة طبعا المنتخب يعني المصري كتير جدا ناس على تويتر تحديدا بيعلقوا بيحطوا قراءهم وبيشوفوا كمان الصحف المختلفة بتكتب إيه وغيره فأنا بحب أتطالع على ده حتى لو مش هشارك برأيي حاب أشوف الناس بتقول إيه بالضبط الانتباع عن المباراة طبعا بين مصر والجزائر الكلام ده فعلا نتقال قالك المطش ده ممكن يكون شوية مقلق لكن في نفس الوقت لما دي كتتكلم الجزائر عندها قوام يعني كبير جدا وجمال بالماضي كمان اختار قيمة كلها تقريبا المحترفين في أوروبا زي ما انت قلت معظمهم قندية كبيرة جدا مفيش غير لعب واحد لو انا صح يعني تقريبا انا وحرس المرمى يعني البديل كمان بيلعب في اتحاد العاصمة اللي هو بطل كونفيدرالية برضو السوبر الأفريقي يعني ففيتوريا هنا مش حيلاقي اعتقد زي ما تكلمنا اختبار أفضل ولا أقوى من كده عشان يبتدي يحكم به فأنا اتمنى ان احنا نخرج من المباريات دي باللي احنا عايزينه وفي نفس الوقت نركز على النقاط الأساسية ابتدي اشوف بالزبط انا من كل مباراة انا عايز اوصل لإيه وإيه اللي انا عايز اطلع به وابتدي اركز على المشاكل الموجودة في الكامستري ما بين بعض اللعيبة المحترفة وصراحة المحلية اللي هو كل واحد منهم نجمي لكن مع بعض انت تحس مش طالع النتيجة دي او مش طالع النتيجة دي في الشديد والواحد حزين انه بيقول كده بس ده الواقع مش هنطلع نقول احنا كنا احسن حاجة يهده احنا نفوض لا الكلام ده انا مش هحترم به نفسي لو انا طلعت قلته لحضراتكم لازم الواحد لما بيقول حاجة يبقى يعني مقتنع بيها ولازم في نفس الوقت يبقى مصدقها فلا طبعا ما شفناش افضل كامستري واندماج ما بين اللعيبة وهرجع بقى الحاجة انا وانت كنا منتكلم فيها قبل الهوى اصلا قبل الحلقة النهاردة كنا عمين نفتكر المنتخب انا وفاروق وعمين نقول يعني لو نرجع شوية 2010 وفعلا نقطة قوة او الفترة اللي كان المنتخب المصري القوي يا فاروق زي ما احنا كنا بنقول 2006 و2008 و2010 بالزبط لما كان كمان الاعتماد على ايه على اللعيبة المحلية بالزبط صحيح هي دي النقطة انت كنت اللعيبة المحلية بتاعتك وفي وقتها ما كانش فيه الاحتراف طبعا بالشكل اللي احنا فيه دلوقتي بالعدد ده لكن هي دي كانت قوتك انا باعتمد على اللعيبة المحلية بتاعتي مش كل مرة بنقول ساحنا عندنا محمد صلاح ساحنا عندنا النينيا ساحنا عندنا تريزيجية ساحنا عندنا مرموش اوكي عندنا بس الناس دي على فكرة فيه انديتها والدوريات بتاعتها بتلعب بقوة لكن لما بتيجي المنتخب وده اكيد مش اسباب يعني وراء تقصير من حد منهم بس يمكن طرق اللعبة مختلفة الاندماج مختلف فيه حاجات مختلفة الكورة نفسها مختلفة عشان كده النتيجة مش بتطلع الافضل فترة من الفترات اللي شفنا فيها الاداء مميز جدا للمنتخب المصري كانت البطولة العربية في قطر كان الاعتماد على لعيبة المحلين ودائما على مدار تاريخي الكورة المصرية دائما تأثير اللعبة المحلية في المنتخب المصري بيبقالهم تأثير ايجابي جدا شفناها على مدار احنا من 2010 طبعا غيرين على ده صح وكانت في الفرقة كمان السنوات دي كانت العصر الزهبي كمان لو حتكلم عن ندي الاهلي تحديدا يعني كي تدي كلها حاجات ما ننساش على كل حال نتمنى الافضل للفترة القادمة وحنفضل نتمنى مش غلط ان احنا نتمنى الافضل يبقى لسا عندنا امل ويبقى عندنا ايجابية لان ده اللي لازم نصدره ان احنا لو بتدينا نحس ان الموضوع بينتهي ده حيتصدر ليه المنتخب واحنا اعتقد ده مش سيناريو افضل تماما ان احنا نكون بنصدره ليهم يعني فالامل خليه موجود لكن طبعا على مستوى الفني او المستوى الفني والاداء لا احنا منتظرين من المنتخب ومن فيتوريا افضل من ذلك بصراحة واحنا كلنا في ظهر المنتخب ونتمنى له التوفيق عايزة روح بقى سريعا لتكلم على قرعة كأس الامم الافريقية وقدر اقول انها قرعة مناسبة جدا لمصر يعني معانا في المجموعة الثانية غانا وكابفيردي وموزنبيق وهيتأهل الاول والثاني مع افضل التوالد يعني فرصتنا في التأهل كبيرة جدا ما فيهاش اي مشكلة مع منتخب غانا اكيد مطلوب اننا ناخد الامور بجدية اكثر من دلوقتي عشان ما نسمعش مرة تانية ان التأهل للنهاية او قبل النهاية انجاز احنا عايزين نلعب على البطولة منتخب مصر جماعة لما بلعب بطولة انا عايز ااخد البطولة انا صاحب الرقم القياسي فوز بالبطولة فوزنا بالبطولة سبع مرات يعني تاريخ كبير وما ينفعش ان المنتخب افضل العيبة اللي عنده دي وبالعيبة المميزة الموجودة في منتخب مصر والاسكوبياد الموجودة افضل غايب عن اللقب الافريقي من عام عشرين عشر لحد دلوقتي خاصة ان الفترة دي معاك زي ما قلنا محترفين من العيار الثقيل في كبرى دوريات اوروبا وامور يعني كتير جدا يعني نهواند اعتقد القوام اللي احنا بنتكلم عليه المنتخب المصري اعتقد هو اللي بيدي لك الافضلية هو ده اللي بيرفع عندنا التطلعات لان احنا نطلب الاداء الافضل من المنتخب مصري هي دي النقطة فعلا باتفق معاك جدا بص على كل حال احنا عايزين يعني ناخد مزيد كمان من التفاصيل احنا معانا الاستاذ رامي رجب على التليفون الناقد الرياضي يا استاذ رامي صباحا لها انا بصبح لك انا وفاروق طبعا في البداية انا وانهواند طبعا خيرا فاروق طبعا خيرا على كل متابعي قناة الالي في كل مكان يعني انا مش عافل حضرتك تابعة النقاش بيني وبين فاروق النقاش ده يعني النقاش بيعبر عن برضو حالات موجودة في الشارع المصري اللي هو هو ليه المنتخب وكل مرة بنقول نفسنا نبقى افضل طب هل المنتخب يعني الفترة اللي جاية حيقدر ان هو يظهر بصورة افضل من كده هل احنا منتظرين تركيز اكتر ولا القصة ان ما فيش كامستري ولا القصة ان لست بدري على الحكم يعني حاجات كتيرة بتدور في اذهان المصريين لكن خليني اسأل حضرتك بداية وقبل ما اخش على المجموعة بتاعتنا خليني اروح لماتش زامبيا وحضرتك شوفت هل احنا فعلا بعد ماتش زامبيا قادرنا نحصل على اللي احنا عايزين وزي ما بتقال كده من المباراة في نفس الوقت توقعاتك لمباراة الجزائر بالسكواد اللي عندهم واكيد كمان مقابله لسكواد اللي احنا عندنا تفاضل هوند في البداية خلينا نقول يهم الجمهور المصري وكل الجمهور المصري نشوف كرة حلوة الكرة الحلوة مع المنتخب المصري في الفطر اللي فاتت مش موجودة تفعلنا خيرا برويبوتوريا خلال المنزل تولى المهمة مع المنتخب حق العلامة الكاملة في جميع مباراة المنتخب المصري باستثناء مباراة تونس اللي اختارناهم بثلاثة اهداف وكانت فيها ازمة وقتها وكانت تتكلموا على لعابة الاهل بعد المباراة بعد الفطرة ولكن في النهاية مباراة زنبيا مش شايف المباراة ان المستوى الفني لمنتخب مصر بحجم العابة اللي موجودة انه هو ده الاداء اللي احنا كنا منتظرين من المنتخب مصر كان يبقى فيه انتقادات كبيرة جدا 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 لرويبوتوريا لحالة التعادل في هذه المباراة يمكن رأسية حمد فتح اللي احرازها بأحرازها في مباراة زنبيا عنقذ درويبوتوريا والجهز الفني من انتقادات كبيرة جدا 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 الاداء حتى هذه اللحظة يسnae زنوانا مالا ولمش الاداء اللي احنا منتظرين من منتخب مصر بحجم العابة اللي موجودة فيه بحجم المحترفين بحجم عدد كبير جدا من المحترفين اللي موجودين ومنتخب مصر اسمه منتخب مصر كبير جدا هدفنا الاول والاخير هو الحصول على التطلط الأمة الأفراقية هدفنا الاول والاخير هو الوصول لكهس العالم دي كلها أمنيات مش هتتحقق إلا بمجهود وروح جميع اللعايب المنتخب المصر تكلمتوا على 2006 و2008 و2010 ليه المنتخب مصر حصل على البطولة في الثلاث نسخ دولة المتتاليات كان أول إنجاز اللعايب المنتخب يحصل على بطولة ثلاث مرات متتالية لأن كان فيه روح للمنتخب كل اللعايب اللي كان بتلعب في المجارات المنتخب في الفترة دي كان عندها روح كبير جدا جدا أنه ما يحققه حاجة لإسمه منتخب مصر دي مش متواجد أنا شايفها مش موجودة شوية في عدد كبير من اللعابين اللي موجودين مع المنتخب المصر أتمنى طبعا اللي احنا يعني يكون المباراة زنبيا يعني تجينا روح كبيرة جدا اللي احنا نحقق نتيقة جباية قدام مباراة الجزائر واعتقد بنسبة كبيرة جدا أن مباراة الجزائر تختلف تماما عن مباراة زنبيا واللعيبة اللي موجودة في المنتخب الجزائري بجمال من الماضي المدير الفني عندهم مجموعة مهمة جدا جدا من اللعب واعتقد مباراة جزائر انا معتبارها الاختبار الحقيقي لرويل فوتوريا او احنا لعبنا مباراة مع رول mysterious صعبة عبرازها طبعا مباراة بالجيكة وقدر يحقق المنتخب المصري الفوس في هذه المباراة وانا باعتبر الاختبار الحقيقي لرويل فوتوريا واللعب مباراة الجزائري هي اللي هتبقى مهمة جدا جدا ولازم المنتخب المصري يصالح جماهير الكرة المصرية. لازم يقدم مستوات رائعة في هذه المباراة. لازم نحقق النتيجة الجبية. آه طبعا مباراة شمال أفريقيا من المنتخبات طبعا منتخب الجزائر. منتخب المغرب. منتخب تونس. منتخب ليه. تبقى مباراة صعبة جدا جدا. بلاها طابع خاص للكرة المصرية. أتمنى روي فيتوريا إن شاء الله. واللعيبة أهم حاجة أنهم فعلا يقدموننا كرة كويسة ونقدر نحقق النتيجة الجبية. مهمة جدا جدا جدا. المنتخب المصري يقدر يخوز في هذه المباراة. شتدي له دفع معناه جاي. لازم إن شاء الله لنقدر عشان يبقى فيه ثقة كبيرة ما بين اللعيبة المصرية واللعيبة المنتخب المصري والجماهير المصرية. ما بين روي فيتوريا والجماهير المصرية. روي فيتوريا لو تكلمنا على أكيد مدرب كويس جدا عنده فكر. ولكن في النهاية أنا يمني أنا كمشجع أو كوناقض رياضي أو كمحلل أو إن أنا شوف كرة كويسة لمنتخب المصري. وإن شوف نفس الوقت نتيجة جبية. فيه ناس كتير انتغلت كيروش. رغم إنه وصل لنهاية بطلطة الهوم الأفريقية. رغم إنه وصل فيه مباراة سنغال واخترناها وما صعدناش كاس العالم. ولكن في النهاية الرجل كان يعتبر مع منتخب مصر ناجح. ولكن كان يقول انتغلت كبيرة جدا إن الأداء منتخب مصر مش هو العالم يرام. وكان فيه تحفظ كبير جدا على أداء المنتخب إنه هو مبلعبش كرة هجومية. أتمنى إن شاء الله اللعبة المنتخب المصري. أتمنى روي بوتوريا إنه على الكلام ده كويس جدا جدا جدا. عشان في النهاية روي بوتوريا مدير فني المنتخب المصري الحاصل على بطولة الهوم الأفريقية. أكثر المنتخبات حصولها على بطولة الهوم الأفريقية. عندنا مجموعة مهمة من اللعبة. سواء المحلية أو المحتركين. أعتقد كل المراكز اللي موجودة في المنتخب المصري. مفيش مركز فيه نقص فيه أو فيه أزمة فيه. باستثناء ممكن يكون مركز أو حاجة إنه فيه قلب الدفاع. إنه مفيش عدد وفر من اللعبة المتحدة كتيرة في هذا المركز. ولكن في النهاية من بداية تحراس المرمى. لحد دراس الحربة أعتقد عندنا اللعيب الأساسي واللعيب البدين على قوة اللعيب الأساسي. وهتمنى طبعا لمنتخبنا التوفيق في مورات الجزائر. وأعتقد قوز منتخب مصري. المنتخب الجزائر هيصالح يعتبر هتبقى يعني هيصالح ما بيني هيبقى فيه مصالحة كده ما بينهم. ما بين فيتوريا واللعيبة ومن الجمهور. وهيدي تفاعل بقى لللي جاي يعني بإذن الله طبعا. طبعا طبعا هي مباراة صعبة يعني. مش عاوزين نحمل اللعيبة. ولكن ده لازم المباراة دي اختبار حقيقي اللي بطلطة اللهم الأفريقية. أستاذ رامي. أستاذ رامي لو تسمح ليقول حاجة هنا. يعني محترامي طبعا لمنتخبات المختلفة. المختلفة. لكن مباراة صعبة دي احنا زمان ما كناش بنسمحها تحديدا في الفترات بتاعتنا اللي هي الأفضل. لو احنا ذكرنا ستة وثمانية وعشرة. يعني ما كانش فيه الكلام ده. وكانت مصر بتفوز بسهولة. أنا دلوقتي بشوف إيه. بشوف أن أنا مش عارف أفوز. ولو فوزت بفوز بصعوبة جدا. ما هو ده بقى اللي يحزن. يعني أنا مش هحزن لو بطولة راحت مني. على قد ما هحزن أن أنا المشوار بتاع البطولة بتاعي سيء جدا. ومتراجع جدا. الناس بتتطور. أنا في الكرة برجع الوراء. فده اللي بيداي. هي دي النقطة تحديدا. خلي بالك الجماهير المصرية سوزان هوان. هي عاوزة كرة تستمتع ديها. نحن ممكن منتخب مصري يخصر مموراه. ولكن الناس بتطلع تفقف للموديل الفني والعيبة. وفي أوقات كتيرة أنت بتفوز فيها. والأداء غير مرضي. ده اللي مسيطر على أداء المنتخب المصري خلال الفترة اللي فادت دي. فالجماهير المصرية بحجم اللعيبة اللي موجودة. بحجم اللعيبة المحلية. بحجم اللعيبة المحترفة. محتاجة تشوف أداء كويس. عاوزة تستمتع بالكور. عاوزة تستمتع بأداء منتخب مصر. وده ده ده قال حاجة. المجموعة أو المجموعة اللي موجودة. زي ما بقولك كده يا سوزان أوان. المجموعة اللي موجودة لا. نتكلم على مجموعة مهمة جدا جدا في المنتخب المصري وعندنا دكة البدلاء دلوقتي حتى في المنتخب بقى اتقائية فلانا اقول انت ساعدت ممكن في بعض المراكز دلوقتي مش عارفة مين اللي هيبدأ ومش مين اللي هيبدأه فيه عناصر اساسية محافظة على وجودها في المنتخب المصري ولكن فيه مراكز كتيرة جدا طب هيلعب بالنحة دي مين وهيلعب بالنحة فيه خمس ستة لعيبة حافظين على يعني على قوام الاساسي للمنتخب المصري وده بيأكد اللي احنا عندنا مجموعة من اللعيبة ده كله ما يهمناش بقضر اللي نفعل اللعيبة دي تنظر قضي الملعب تقدم لنا الأداء المنتظر وتقدم لنا النتيجة نحن ممكن نخسر من الجزائر ولكن نحن ممكن كلنا نسقف لمنتخب مصر عمل اللي عليه تلعب بطريقة هبومية أضاع أكثر من فرصة وفي نفس الوقت انت ممكن فوص على منتخب زنبيا وفوزنا ولكن الأداء الناس مش راضية عن أداء المنتخب المصر لابد فعلا تؤكد ان المنتخب المصر يصير بخطة ثابتة وانا بقول مباراة الجزائر صعبة ليه مش مباراة الجزائر اللي احنا انهم أفضل مننا ولكن كمجموعة من اللعيبة فعلا هي مباراة صعبة ولكن في النهاية منتخب مصر لو قدر يفوز في هذه المباراة لو قدر يقدم المستوات بتاعته قدر فيه بقى يروح في هذه المباراة اعتقد ان شاء الله بإذن الله يكون الحليف المنتخب يكون حليف الفوز في هذه المباراة وهي مباراة في الأول في الآخر وهي تبقى اختبار حقيقي النتيجة مش هتهمنا في حاجة ولكن هتهمنا كأداء هيبقى مؤشر للمنتخب المصر لإما الجماهير المصرية يبقى عندها لو قدر الله ما قدمتش أداء كويس وقصدت هذه المباراة هيبقى عندنا عدم تفاؤل وده هتأثر والتيصر على الجهاز الفني هيبقى عليه ضغوط كبيرة جدا 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 واللي عيبى نفس الأمر لو فوزنا وقدمنا أداء كويس الضغوط مش هتبقى موجودة زي قبل الفترة اللي فاتت دي وخاصة بعد اختارت تونس يعني اختارت تونس بسلاسية دي كانت عاملة قلق كبير جدا 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 جازب فني وروي البوتوريا وكان زعلان جدا مخصارة وشاف ان انتخاذات كبيرة جدا جدا من كل الجماهير المصرية لأداء المنتخب واتراجعوا الأداء والنفك تلمت ان كان اول اختبار حقيقي للمنتخب نفسه فيه بوزرسنا طبعا مباراة بلجيكا فأتمنى طبعا يعني انا بالنسبة موراة الجزارية محقة مهمة جدا جدا لمنتخب ان هو يقدر يصبت فيها ويرد على كل الناس ويقول لأ منتخب مصري يقدر ان شاء الله ان يوصل لبطول نهاية بطولة الهم الافرقية يوصل لكاس العالم ويوصل ان شاء الله اللي يحصل بطولة الهم الافرقية سيد رامي بصب عليك وعيد اسألك على القرعة كاس الهم الافرقية شايف يعني مجموعة مصر مصر مع غانا مع كاب فيردي مع موزنبيق هل الامور محسومة بالنسبة للمتخب المصري مع المتخب الغاني ما ننساش الكاب فيردي وموزنبيق برضو يعني الكورة في افريقيا بتتغير شايف القرعة ازاي شايف فرصنا في مش اقول في المجموعة انا شايف فرصنا في البطولة ازاي طبعا احنا بتكلم لو كلمنا في المجموعة المجموعة الحمد لله بالنسبة لنا مجموعة متوازنة مع مجموعة معتدلة الامور ان شاء الله حسمت لمنتخب المصري بشكل كبير جدا انت تسعد في دور 16 ما اعتقد هي مباراة غانية هتبقى اصعب مباراة من المباراةين رأس الاخدر او موزنبيق ان شاء الله مباراةين بالمتناول بالنسبة للمنتخب المصري واعتقد هي مباراة اول مباراة البدايات دايما صعبة مباراة منتخب مصر وموزنبيق انا باعتبرها هي اول مباراة للمنتخب ولكن هي عمق وزجاة للمنتخب المصري في حالة لقدر الله يعني ما قدرتش تشوفه هذه المباراة انت تاني مباراة هتقابل غانية يعني هتحط نفسك في موقف صعبي جدا 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 فالبدايات دايما في كل البطولات المجمعة تبقى صعبة لابد منتخب مصر ان نقدر الحمد لله ان شاء الله بإذن الله يقدر يفوس على منتخب موزنبيق واخد ثلاث نقاط هتبقى مباراة غانية اسهل بالنسبة له اللي انت هتبقى داخل مصر رايح نفسيا والضغوط اللي عليك مش كبيرة جدا انما في المجمل منتخب مصر ان شاء الله المجموعات صعبة طبعا انت هتقابل فيه منتخبات قوية جدا في البطولة عندك الدبور صحبة الارض نيجيتيا السنغال الكاميرون الجزائر تونس المغرب ده كلها منتخبات قوية ومرشحة لنهاء بطولة الامر الافريقية احنا ناخدها خطوة خطوة ان شاء الله منتخب مصر في البدايات موزنبيق ديرنا فوسيا بإذن الله نقدر نحق نتيجة جابية مع غانا وهتبقى اخر مباراة بالنسبة لنا مباراة الرئاس الاخضر كلها مباراة هناخدها تتريجي كده ولكن زي ما قلت لك لازم اول مباراة نقدر المباراة الاولانية كما بيقى لانتبقى حتى الجميع المنتخبات تقدر تفوز بنتيجة ايجابية ونتيجة عالية على منتخب موزنبيق ده رياحك وهتدي خوف وهتدي مؤشر لجميع المنتخبات ان منتخب مصر قوي فبالتالي البداية بالنسبة لنا في مصر بداية تبقى مهمة جدا 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 واعتقد ان شاء الله باذن الله يعني اتمنى لمنتخبنا احنا وصلنا للنهاي البطولة اللي فاته واختارنا من سنغال اتمنى لمنتخبنا ان شاء الله ان يوصل وناخدها خطوة خطوة وباذن الله ولابد انت في البداية تحط هدف في ريو بوتوريا ان يصعد اول مزموعة صعودك تاني او تالت لقدر الله او اختالك من احسن توالك ده هيخليك قابل في منتخبات قوية وتبقى فرصتك صعبة لانت تكمل مشورة بطولة كل التوفيه ان شاء الله لمنتخب تحليل اكتر من رائعة نشكرك عليها ناقد دارياضي رامي راجب شكرا لي جدا يا استاذ رامي على هذه التخطية بالمناسبة ان هاوند انت مشوري البداية عندك يكون امام منتخب موزمبيق كمؤشر حقيقي كمؤشر حقيقي فالبرضو كويس لكل جمهر ان انت بدايتك في بطولة 98 البطولة اللي كانت المدير فني رحمة الله عليه الكابتن محمود الجوهري كان بدايت مشورنا مع موزمبيق وانتك سبت المباراة الاولى 2-0 كان هدفين لحسام حسن فيعني نتمنى ان المشور تبقى بدايته موزمبيق والاخر لاخر لاخر بسم الله انا اتمنى اكتر بقى ان يجي اليوم اللي احنا نرجع تاني للمدير الفني المصري المحلي الاسم اللي انت قلته داي اسم كبير جدا رحمة الله عليه كابتن محمود الجوهري ومش بس عشان هو رجل او مدرب وقبلها لعب وغيره كانت كبير لا هو كان على المستوى الشخصي كمان انسان جدا جدا الله يرحمه من الشخصيات المحترمة جدا والطيبة جدا واللي عندها الانسانية كانت كبيرة وطبعا كمستوى كرة قدم حضراتكم اكيد يعني الواحد مش هيتكلم لا حاجات زي ما بنقول دايما الرجل او الشخص بيرحل لكن الاعمال والسيرة بتكون اكيد ده باقية فاتمنى فيهم الايام ان احنا نشوف نفس المستوى ده شوف احنا دايما بنرجع للماضي لما بنكون في مستوى كويس بنقول ياريت نرجع لكده دايما بنعتزب ابنائنا يعني دايما بنعتزب بكل ما هو مصري يعني بنعتزب الكابتن الجوهري بنعتزب الكابتن حسن شحاته ليهم تأثير كبير جدا مع المنتخب المصري ويريت ان شاء الله المدير الفني القادم مع المنتخب يكون مصري انا اتمنى ان انت على فكرة عندك كوادر كتير جدا تنفع يعني مفيش يعني حتى وان كان لك تجربة سابقة نسا احنا مستنين من رجل فيتوريا البطولة احنا دلوقتي مع فيتوريا انا بتكلم بعد كده لا اكيد مش السنة دي ولا الموسم ده يعني مش مجال طبعا ابدا ابدا ان انه يقرر ما حدث يعني قبل كده لكن لأ العام الماضي لكن لا طبعا انا بتكلم في المستقبل نتمنى نعيد تاني هذه التجارب اللي هي عندك مدير فني محلي مصري وقدر فعلا يعمل انجاز مش بس يبقى اسم مصري او محلي لا يعمل انجازات زي مكان زمان بيحصل انجازات كبيرة جدا مع يعني اسماء كبيرة مصرية هننتقل بقى مع حضراتكم انا وفاروق دلوقتي لفعليات نظمتها تحديدا لجنة المرأة بين النادي الاهلي وكان طبعا تحت اشراف اللجان العليا زي ما احنا متعودين وهي كانت دورة تحت تدريبية تحت عنوان كيف تحمينا نفسك هنا بيخضوا فيها النساء يعني هنشوف بالزبط ايه الموضوع ده ونرجع نكامل طبعا الايفنت مقسوم شقين شق نحية نفسية مع استاذ مساعد دكتور ايمان حشاد والجزء لتطبيقات العملية تحويل النظرية لتطبيق وكيفية مواجهة التحرشات والسرقات والمواقفة التي تتعرض لها اي انسة موجودة سواء كنت في الشارع او تعرض تحرش جسدي او سرقة او انت بتركبي العربية بتاعتك او ازاي انت تقدر تدفع عن نفسك وانت في الشارع معاك انت كطالبة معاك السكتش بتاعك ازاي دافع بيها عن نفسي مفاتيح بتاعت البيت او العربية ازاي دافع بيها عن نفسي في الشيطة لو معايا شمسية ازاي دافع بيها عن نفسي الشنطة بتاعتي لو حد جاي يمسكها إزاي عن طريق هناخد الجزء اللي هو أماكن الضعف في جسم الإنسان وتنقسم لثلاث أجزاء الوضع الأمامي والوضع الجانبي والوضع الخلفي وكيفية تعلم الحركات اللي هي عكس المفصل بأقل قوة وكيفية تنمية الثقة بالنفس واستغلال الجانب والنفسي للمعتدي إن أنا أقدر إزاي أدافع عن نفسي بي عنصر المفاجأة اللي حبيبتي تكلمي عليه دوت إحنا بنسميه عندنا في علم النفس الصدمة الصدمة دي اللي بتصب بيها الضحية بقى اللي بيقع عليها الاعتداء ليها طرق كتير أولا إن إحنا نأهلها إنها ما يحصل لها ش صدمة إزاي وده هنقوله النهاردة في الندوة الحاجة الثانية إذا وقعت فعلا في الصدمة جراء الاعتداء إزاي تتصرف وإزاي إنها تواجه الصدمة والاعتداء ده بشكل كويس بشكل إنها تقدر تدافع بيها عن نفسها بشكلها ممكن تمنع الاعتداء أصلا إن شاء الله إحنا كعيلة نادي الأهلي منفكر في كل المواضيع أو التعبك اللي بتهم الأعضاء النادي الأهلي وإحنا كلاجلة مرأة بنختص بالحاجات الخاصة بمرأة شوية فالفترة الأخيرة العنف لدي المرأة زاد قوي مش العنف التعزمين المعروف اللي هو العنف الجسدي أو كده ممكن اللفظي ممكن حد يقول الكلمة ممكن تتساز عند ضرق تلفون ممكن ميسج فإحنا عايزين نعود البنت تول بها يمشها أو بيجلع حاجة إزاي ترود بنت سيدة شان نبححسين بالأمان عليهم شوية زي ما إن شايفة في كازا حوادس قرائبة منها بتدلها لإن في مشاكل عندنا كمجتمع فإحنا قدرنا المجتمعي منحط قصص إن البنت زي تحمي لفسها حد قال الكلمة أنت مش عمل حاجة حتى وإنتي في عربيتك دلوقتي ما بتحسن إن سافتي زي الأول يعني فإحنا بنحاول نخليها تاخد حركات أو أساسيات إزاي تحمي نفسها سواء باللفظ سواء بالحركة الحركة السريعة يبقى عندها ري أكشن أولا معنا دكتور إيمان حشاد دي مسؤولة عن ملاهدة العنف ضد المرأة في جامعة السادات معنا كمان دكتور حسن ده خبير قطالي دولي هو واخد بيدي كورشيز أصن اللي هي الويندو اللي هو إزاي تحمي نفسك لكل بنت فإحنا نهارده جاين يدي الأساسيات بتاعتها عشان بعكية كل بنت بتحب تسجل نفسها أو تعمل الحاجات دي بعد كده إن شاء الله رجعنا لحضركم مرة تانية يعني مصر على مضار تاريخها مشهورة بالمعلقين الرياضيين ولازماتهم والحاد دلوقتي كلنا بنفتكر تعالياتهم معلقين كبار راحلوا يعني مين مين ينسى الكابتن لطيف كابتن علي زيور كابتن حسين مذكور كابتن ميم الشربيني ربنا يدي له الصحة يا رب ويشفيه من ينسى الكابتن بكر رحمة الله عليه كابتن محمد حسام مش كابتن حمد أمام كابتن بريم الجويني كابتن يعني كابتن كتير جدا أشرف شاكر معلقين ولازمات دايما نهواندي بديبقى كلنا متذكرين اللازمات بتاعت المعلقين يعني دايما الكابتن ميم الشربيني يفتكر رأسية كبير الهدفين وآخر حبات عن قود الموهبين ويسحب البصات من الجميع كأنه من كوكب آخر كابتن حمد أمام كان دايما ليه لازمة يعني خطورة القادمون من الخلف كابتن بكر طبعا اللي كلنا استمتعنا به من خلال قناة النادي الأهلي يعني كان دايما الكابتن بكر دايما يتكلم على الرجل اللي بيشوف سجرة في البلكونة ودايما يتكلم على محطة مصر ودايما يا عدل الصورة يا برجاوي يعني بنعتز طبعا بمعلقين المصريين اللي الجميع كله مر وعد على مدرسة التعليق المصرية التقرير اللي معنا دلوقتي هو حفل تكريم المعلقين الرياضيين الحاليين اللي ماشيين بخطة ثابتة في مشوارهم خلونا نشوف التقرير ونشوف يعني التقريرنا ده ونرجع لحضراتكم مرة تانية تكريم دي قلناها في مجلس الإدارة ونفزناها والحمد لله كرمنا النهاردة رموز كابتن ميمي الشربيني الله يشفيه والكابتن حماد أمام والكابتن رياض شرارة ربنا يرحمهم ويدخلهم فسيح جناته ومعنا أستاذ فهمي عمر كالخبير التعليق والإعلاميين كلهم اللي احنا بنسميه إدخال عمر فهمي عمر وبرضو المهندس سامير عزيز عشان ده من معلقي التنس الأرضي في ناس عملت بصمة في الرياضة من صوتها من تعليقاتها من طريقة الأداء اللي بيقولوه فأثروا في المشاهد وبيحفروا جواه إنه لما بيسمع ماتش بيبقى عايز يسمعوا بصوت المعلق ده فبيأثر أو في الرياضة مثلا كابتن رياض شرارة من اللي حببنا في ألعاب الكوة احنا ما بنشوفش ألعاب الكوة غير كان في الأولمبياد بس بنقعد نتفرج لأنه بيخلينا نستطعم طعم هذه الرياضة ونحبها ونتفرج عليها ففيه رموز في الرياضة كتير مش حقول أسميه عشان منساش حد ولكن فيه رموز كتيرة في الرياضة يجب تكرمهم يجب معرفة اللي عملوه إيه لأنه فيه ناس بتعمل في الخفاء وبيعملوا مجهود زي كابتن رياض شرارة هو اللي أسس رابطة المعلقين طبعا فكرة الاحتفال النهاردة هي فكرة تكريم والتكريم يعني اعتراف بالجميل اعتراف بالجميل يعني فيه معلقين يا ما أثروا التعليق الرياضي لكن ما كانش ليهم الحظ أن فيه حد قال لهم شكرا فاحنا النهاردة بنقول لهم شكرا سواء كان ناس موجودين أو على الأقل يعني اسمهم بنخلت ذكرهم من الناس المعلقين اللي ما سعدناش الحظ وكانوا موجودين معانا على قيد الحياة فقلنا لهم شكرا وأكيد الكلام ده كله طبعا بيوصل لأهلهم ودويهم وزي ما حضرتك شفتي ناس بقت مبسوطة جدا وسعيدة جدا يعني كلمة بسيطة كده ما بتكلفناش كتير ولكن ليها معنى كبير جدا جدا فالناس دي من علامات التعليق الرياضي فاحنا النهاردة جايين بنقول لهم شكرا هو بالفعل الاحتفال ده مهم جدا أهم حاجة على فكرة أنه الإنسان بعد ما يشتغل ويتعب يلاقي حد بيقوله كلمة شكري يعني فالحقيقة حتى النهاردة من خلال المجلس إدارة الربطة شفنا اللي هو عسامس اليوم بيشيد بإحياء فكرة الربطة من جديد هي متأسسة من فترة طويلة لكن يمكن فيه شوية كامل كده والحقيقة أنه كان هو أشاد برضو بدور كابتن أحمد شبير في إحياء هذا الأمر مرة أخرى ودور اللي بيلعبه وزير الشباب والرياضة دكتور أشف صبحي في أنه يدعم مثل هذه الروابط أولا بتقوي العلاقات بين الأبناء المانا الواحدة وطبعا التعليق الرياضي شيء مهم جدا يعني فلابد أنه يبقى فيه تكريم على طول للأسماء الكبيرة اللي أسامت في هذا المجال أنا بدأت التنس كمعلق بتشجيع من معلق شهير جدا سنة 1992 ما كانش على أيامنا فيه كمبيوتر ولا آيباد ولا حاجة فكان عشان أزيع ماتش أعد ثلاثة أربعة أيام أذاكر وأكتب وترجم وبقول برضو للمعالقين الرياضيين في التنس لازم اللغة اللي ما يعرفش إنجليزي يتعب يتعب إن هي لعبة كده بيزعوها دايما بالإنجليزي في بعض البلاد زي فرنسا بيقولها بالفرنساوي وبالإنجليزي وفي ألمانيا بيقولها بالألمانيا طبعا اللعبة لعبة شيقة لعبة محترمة لازم نحفظ على فكرة أنا أعرف إن قانون قوانين الكورة قانون الكورة 18 مادة قوانين التنس كتب كتب التنس ملوش معاد ملوش معاد الماتش بيبتدي ما تعرفيش يخلاص إمتى فيما تشت قعدة 6 ساعات و10 دقائق وعلى فكرة وبالمناسبة اللي قدامك ده زع مرة للقاهرة من فرنسا عدت 7 ساعات إلى 10 دقائق مع فاروق وإحنا بنتابع التقرير إن يعني لما بنشوف فعليات أو يعني اجتماعات أو حفلات من هذا النوع الواحد بيفرح لأن في رموز كتيرة في مجالات مختلفة ورموزة قدمت كتير كمان في مجالها لما بيكبر في السن ولما بيبقى ما أقدم مسيرة طويلة التكريم بيفرق جدا الـ appreciation اللي هو كلمة شكرا حتى من المجتمع من الناس اللي استمتعت بي اللي بيقدموا أنا بكلم على كل المستويات بتفرق بشكل كبير فأنا عجبني جدا الإيفنت دو أتمنى يكون فيه استمرارية للنوع ده من الدعم كمان المعنوي اللي بيكون زي ما بقول تاني يعني الواحد أو الكادر ده لما بيكبر كمان في السن بيبقى محتاجه جدا فلقطة حلوة بصراحة كمان يا نهواند يعني برضو من ضمن الأسماء اللي احنا قلناها طبعا احنا قلنا بدرس التعليق فيه أسماء كبيرة جدا مش عايزة أنسى الكابتن مصطفى الكلاني ولا الصديق يعني رحمة الله عليه محمد السباعي السباعي يعني كان واحد من الأصوات اللي كلنا بنحب نستمتع بيها يعني أكيد فيه معلقين كتير مرت على الكرة المصرية لكن دول أسماء طبعا بدعتز بيها ونهواند كلمة في نقطة مهمة جدا التكريم في حد زيته إن أنا يبقى عندي المبادرات دي وإن أنا يبقى عندي ربطة ربطة للمعلقين تقد أنهواند دايما بيبقى فيها اعتزاز بكل ما هو يعني المنظومة الرضاية كل فرض أخلص للغيادة المصرية ده مهم جدا نتابع بقى التقس والحرارة تشوف محضراتكم كده آه يعني الأيام اللي جاية الوضع زي بس أنا كنت أريد كان كمان بيان من هيئة الأرصاد يعني إن خلاص درجات الحرارة هي 30 حتودع معظم يعني المحافظات يعني هنبدأ دولاتي نتكلم نزين في العشرين بقى إن شاء الله يعني نتمنى أنت بنتحب الشيطة برجو هننتابع ونرجع نكام طيب إحنا تابعنا يعني الدرجات المختلفة ليه درجات الحرارة بس أكيد مهم كابل نتعرف على التفاصيل وبعلن تلفون دكتور مونار غانم كالعيدة عضو المكتب الإعلامي بالهاي العمل الأرصاد الجوية وطبعا بصبح على حضرتك أكيد دكتور مونار ببع سعيدة تكوني معنا كمان تحديدا أول الأسبوع عشان نطمن أستاذة المتابعين على الأيام القادمة كمان حتى الشهد إيه وخليني أعرف يعني برضو إيه الظواهر الجوية إيه اللي رصدتها لهاي يا فاند تفضلي صباح الخير على حضرتك أستاذة نهواند تفضلوا كل أستاذة المشاهدين يمكننا بالفعل مع بداية هذا الإسبوع من أمس تعمق علينا أن تفضل الجو الموجود في طبقات الجو العليا بشكل كثير فبدأت كميات الأمطار تزيد على المناطق التحالية المطلة على البحر المتوسط شاهدنا بالأمس أمطار متوسطة على بعض المحفظات التحالية واليوم منذ الساعات الأولى من الصباح في أمطار على محافظة الأسكندرية أمطار متوسطة يمكن زادت شدتها كمان عن التوسطة منطقة الأمطار لمناطق من محافظة البحيرة واللي متوقع اليوم استمرار الأمطار المتوسطة على المناطق التحالية المطلة على البحر المتوسط سواحنا الشمالية مرورا بمطروح الأسكندرية البحيرة كفر الشيخ الدقاهلية كمان سواحنا الشمالية الشرقية دميات برسعيد رفح العريش وبعد المناطق من وسط سينة وقد تمتد الأمطار خفيفة المناطق من جنوب الوكس البحري ومدن القناة يمكن كمان على مدار هذا الإسبوع كله هيكون كيف تمرارية لسقوط الأمطار المتفوتة الشدة خاصة على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوكس البحري يمكن كميات الأمطار هي الأكثر تأثرها هتبقى المناطق استحلية بالإضافة كمان كميات درجات الحرارة طبعا بدأنا نلحق فيها انطقات صفيفة خلال فترات النهار ملحوظ أكثر خلال فترات الدين متأكثر فترة الصباح الباكل اليوم متوقع العظم على القاهرة ستكون 28 درجة مئوية خلال فترة النهار فبالتالي فترة النهار هيكون طقس خريفي معتادل تماما على السواحل الشمالية محافظات الوكس البحري القاهرة الكبرى طقس منول مائل الحرارة على شمال الصعيف وجنوب سيناء يبقى حر على جنوب الصعيف داخل الفترات النهار بس أغلب محافظات الكمهورية درجات الحرارة فيها أقل مثل معدلات الطبعية مثل هذا الوقت من العام ثورة غيابة شعة الشمس بدخلنا فترات النهارة طبعا بيحصل انخفض في درابة القرارة لكن بيحصل بي أكتر في ساعات النهارة المتأخر فترات الصباح الباكر الأجواء في الأواد دي تبقى أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية الصغرة فترة في النيل انخفضت على محافظات شمال الصعيف بس 17 و 18 درجة مئوية القاهرة الكبرى بتتجل ما بين 20 و 21 درجة مئوية فبالتالي انخفض الأكتر الملبوس والملطوس بيبقى ساعات الفجر وساعات الصباح الباكر شبورة المائية مدالة ظاهرة جوية بتأثر علينا فترات الصباح الباكر وساعات النيل المتأخر وبتأدي الانقصاد في الرؤية الأفقية على أغلب الصرق الزراعية والسريعة والقريبة من المفتحات المائية ومتوقعا هاي يكون معانا ان شاء الله خلال الأيام المقبلة على الـ 17 ساعة إذن جاية وبتبدأ في الفلاشة وبتبدأ تختفي من على الصرق مع صفوع أشاعة الشمس يعني تقريبا مع الساعة 7-8 صباحا شبورة المائية بتبتأت اختفي الرؤية الأفقية بتبدأ تحسن على أغلب الصرق بناكد تاني ان على مدار هذا الإجواء كله هنحس أكثر بالأجواء الخريفية فرص الأمطار المؤثرة هتبقى على المناطق الساحلية عشان كده احنا بننسى حقول السادة المواصمين جدا نقط بنا أثناء سقوط الأمطار خاصة في المحافظات الساحلية ومحافظة الأسكنترية أو البحيرة وكفي الشيخ والدقاهلية مهم جدا تبقى القيادة بالدقاء مع الأغلب الطرق نبتعد عن عمدة الإنارة أكشاك الكهرباء الوحل العنس المعدنية الموجودة في الشوارع المباني المتاهلكة مهم كمان أن نبدأ نسأل الملابس شوية ونبدأ نرتدي ملابس خريفية نزوج قطعة ملابس إضافية للأطفال وهم رايشان بعد ذلك في فترة الصباح الباكر أو يكون معنا جاكت خطيف لو بنرجع من أشغلنا في الساعات المتأخرة بالليل أو بنقرب فترة الصباح الباكر وطبعا مع الشابورة المائية لازم تكون القيادة بالدقاء في فترة الصباح الباكر يعني تغطيك العادة رائعة جدا جدا أكيد ومنشكرك عليها ونتمنى بقى أن الأجواء الخريفية دي تستقر معنا وما يبقاش يرتفع تاني في درجات الحرارة شكرا لكي دكتور مناري يمكن برضو قبل ما نختم دكتور مناري تكلمت عن عدة أمور مهمة منها أن احنا نبعد عن أماكن الإنارة اللي هي بيبقى فيها مشاكل الأسلاك الحاجات اللي زي كده هو احنا هنبعد عنها بس هي مفروض كمان هي تبعد عننا يعني مفروض ما تبقاش موجودة أصلا يعني فقصة كمان الاستعدادات المختلفة في المحافظات المختلفة منها المحافظات الزي سكندرية وغيره اللي بيكون فيها فرص سقوط الأمطار أكبر وأكتر بكتير نتمنى يكون فيه استعدادات طبعا وكل محافظة يعني عاملة حسابها في هذه النقطة أنا أعتقد يمكن السنة اللي فاتت ما شفناش مقاسي أو مشاكل زي قبل كده فكويس أنه بيبقى فيه يعني تدارك سريع للأزمات لكن أكيد في الأول وفي الآخر محدش عايز يبقى ماشي يتعرض لأي يعني أزمة في الشارع هو ما لهش شد فيها يعني من بسبب إهمال محليات أو بسبب إهمال من المحافظة أو غيره يعني ده اللي أنا بأأمله على كل حال فاصل؟ نروح فاصل نرجع نكمل محاضرات رجعنا لحضراتكم مرة تانية وخلونا نروح نتابع آخر أخبار للنادي الأهلي وفرق المختلفة مع مرسلتنا هنا أبو القاسم واحدة من أشتر المرسلين مش أول في قناة الأهلي اللي أنا بعتز أن أنا واحد منهم ولكن واحدة من أشتر المرسلين في مصر من مقر النادي الأهلي بالجزيرة يا هنا صباح الخير بصبع عليكي أنا ونهواند وماذا لديك اليوم؟ يا صباح الخير عليكو على كل مشاهدي القناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وعشر الصبح في الأهلي وزي ما عودناكو دايما هنقلوكو كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرق الرياضية المختلفة خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم نهاردة الفريق إن شاء الله هيستقنف تدريباته بعد روحة سلبية لمدة خمس أيام كان منحها طبعا الجهاز الفني بقيادة مستر مرسل كولر عشان بقى الفريق يبدأ يستعد للمباراة القادمة واللي هتكون طبعا أمام فريق سيمبا التنزاني ضمن منافسات ربع نهائي دوري الإفريقي أو دوري سوبر الإفريقي يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال كرة القدم مباراة إن شاء الله هتكون يوم 20 أكتوبر مباراة الذهاب هتكون في تنزانيا ومباراة العودة هتكون يوم 24 هنا في القاهرة كل التوفيق طبعا لرجال كرة القدم ماشيين بخطة ثابتة جدا في الموسم الجديد إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء ويفوزوا في الذهاب والعودة بسكور كبير كمان بقى خليني أقول حضراتكم أن إن شاء الله لو فايزوا في مباراة ربع النهائي هيواجهوا الفائز من سانداونز أو باترو أتلاتكم كل التوفيق لرجال النادي الأهلي خلونا بقى نروح لناشئين كرة القدم والنهاردة فريق 2003 إن شاء الله في الناشئين هيكون عندهم مباراة أمام فريق المقاولون العرب مباراة هتكون الساعة 3 العصر ضمن منافسات بطولة الجمهورية طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق كمان بقى خلوني أقول لحضراتكم إن الويك أند ده كان حافل بالانتصارات لفرق الناشئين في النادي الأهلي وخليني أطلع حضراتكم على النتائج بالتفصيل يعني موليد 2006 إدريح أقفوز على فريق كهرباء الشمال بنتيجة 4 صفر ضمن منافسات منطقة القاهرة كمان موليد 2005 إدريح أقفوز على فريق وادي دجلة بنتيجة 2 واحد ضمن منافسات بطولة الجمهورية أيضا فريق 2009 حقفوز على فريق السيراميكا كليوباترا بنتيجة 2 واحد ضمن منافسات بطولة الجمهورية وأخيرا فريق 2008 إدريح أقفوز على فريق الجونة برقالات الترجيح بعد التعادل في المباراة واحد واحد ضمن منافسات بطولة الجمهورية أيضا يعني زي ما قلت سلسلة من الانتصارات الحقيقة فرق ناشئين النادي الأهلي يمشيين بخطة ثابتة جدا في البطولات هذا الموسم طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله بقى جميع الفرق الرياضية يتوجه بالبطولات ده على صعيد كرة القدم خلونا بقى ننتقل للألعاب الأخرى والبداية مع كرة السلة سيدات كرة السلة أمس إدريح أقفوز على فريق مصر للتأمين بنتيجة 88-43 ده بقى ضمن منافسات ختام المرحلة الأولى من بطولة دوري المرتبط يعني حانوا ست مباريات بست فوز بيقدموا أداء كبير جدا في الموسم الجديد كمان كان عندهم مباراة يوم الجمعة أمام فريق الطيران وقدروا أيضا ينهوها لصالحهم بفرق سكور كبير جدا بنتيجة 99-31 يعني كالعادة بقى ملكات كرة السلة في المقدمة وإن شاء الله بقى يكملوا الموسم بنفس الأداء كمان بقى نروح للعبة كرة اليد وأبطال أفريقيا طبعا رجال كرة اليد أيضا بيحققوا فوز يوم الجمعة الماضي الفوز التاسع على التوالي في بطولة الدوري ده بعد فوزهم على فريق الجزيرة بنتيجة 31-21 ضمن منافسات بطولة الدوري أيضا حياة رجال كرة اليد عاملين موسم كبير جدا حتى الآن شفناهم طبعا بيطوجوا بالبطولة الأفريقية متصدرين جدول الترتيب في بطولة الدوري طبعا بنتمنى لهم بقى كل التوفيق كمان خلوني أقول لحضراتكم إن مباراتهم القادمة إن شاء الله هتكون يوم الثلاث أمان فريق البنك الأهلي وإن شاء الله بقى يكملوا في سلسلة الانتصارات وخلينا بقى نطمح إن هم كمان يعملوا بطولة دوري بدون هزيمة قادرين الحياة رجال كرة اليد شايفينهم بيظهروا بمظهر جيد جدا مع طبعا مستر ديفيد ديفيز إن شاء الله بقى يكملوا بنفس الأداء كمان خلوني أقول لحضراتكم إن هيكون عندهم مباريات مهمة جدا في بطولة السوبر جروب أو كأس العالم للأندية واللي هتقام إن شاء الله في شهر نوفمبر القادم وخلوني كمان أطلع حضراتكم على مواعيد مباريات رجال النادي الأهلي مباراة الأولى هتكون أمام فريق النور السعودي هتكون يوم 7 نوفمبر ساعة 3 العصر ومباراتهم الثانية هتكون مع بطل أسبانيا طبعا برشلونا الأسباني هتكون يوم الخميس 9 نوفمبر 6 مساء طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وكمان استكمالا الحديث عن كرة اليد إن شاء الله الاتحاد المصري لكرة اليد النهاردة هيعمل قرعة بطولة كأس مصري للرجال والسيدات طبعا خلوني أذكر حضراتكم إن الرجال وسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي هم الحاصلين على آخر نسختين من البطولة إن شاء الله بقى كمان تكون بطولة جديدة وتضل في جزيرة بالنادي الأهلي طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق خلونا بقى نروح لرجال كرة السلة واللي طبعا تم تحديد مباراتهم أمام الزمالك في السوبر المحلي لكرة السلة مباراة إن شاء الله هتكون يوم 20 أكتوبر الساعة 7 مساء بيق البحرين إن شاء الله بقى يفوزوا في المباراة لشين يستعيدوا الثقة مرة تانية بعد البطولة العربية طبعا كل الدعم لرجال كرة السلة وإن شاء الله بقى يفوزوا بيق السوبر المحلي أمام الزمالك أخيرا بقى خلونا نروح للعبة المعجزة هانا جودة الحقيقة اللي بتشرفنا في كل المحافل الدولية والمحلية بعد تدوجها بيق المدالية الذهبية من منافسات الزوجي ببطولة الضوحة الدولية تحت 19 عام هانا جودة يعني الكل اللي بيتنبأ لها إن شاء الله هتكون لاجند أو أسطورة في تنس الطولة بتحقق إنجازات كبيرة جدا إنه هي طبعا سنها صغيرة بنشوفها بتنافس ناس في أعمار كبيرة جدا وبتفوز عليهم يعني عايزين نشكرها الحقيقة هي دايما بتشرف مصر والنادي الأهلي في جميع المحافل الدولية وطبعا بنبارك لها يعني دي أخبار الفرق الرياضية كمان بقى يا فاروق يعني هوند خلوني أطلعكوا على الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بيقى الجزيرة أعضاء متواجدين في النادي درجة الحرارة دلوقتي 25 خلينا أقولكوا إنه فيه انخفاض ملحوظ طبعا فيه درجات الحرارة في حالة بقى من الطاقة الإيجابية كل الأعضاء تقدروا تيجوا تستمتعوا بيه اليوم النهاردة يعني دي أبرز أخبارنا يا فاروق ويا نهواند طبعا معاكم لو عندوكم أي استفسارات وعايز أقولك يا فاروق إنك أكيد منور عشر صبح في الأهلي والآن العودة ليكم مرة أخرى في الستوديو طبعا أنا بشكرك هانا والتغطية متميزة كالعادة ده اللي احنا متعودين عليه منك يعني تغطية أكثر من ممتازة ويعني بالتوفيق دايما هانا وديتينا طاقة إيجابية كتير جدا في بداية الإسبوع مهم جدا الطاقة الإيجابية هانا فعلا من الناس اللي بغض النظر يعني إنها زميلة يعني نكلم على الناس اللي على طول ما شاء الله بتضحك وروحها حلوة فعلا دي نقطة حقيقة بص بقا عايزة أروح بس سريعا نعلق على حاجة برضو لأن هحكي القصة وبعد كده هنروح بقى للتصريح تصريح هولي عجبني والتغريم أتكلم هنا تحديدا عن رونالدو كريستيان ورونالدو طبعا احنا نتكلم عن التوقف الدولي ولكن بيبقى فيه برضو أحداث ومشاهد كده بنقف عندها شوية بتلفت النظر يعني رونالدو لما كان وقت طبعا جماهير البرتغال احتفلت بيزا ما احنا تبعنا عشان حقق رقم قياسي مع المنتخب كان تخطى المتين مباراة بلغة الأرقام وساعد المنتخب كمان على التأهل لنهايات كياس الأمور الأوروبية طبعا يورو 20-24 مفروض ستقام زي ما حضراتكم عارفين في ألمانيا بس بعد تسجيل الهدفين اللي كانوا رائعين جدا واللي انتهت بالفوز كمان على سلوفاكيا كانت من نتيجة 3-2 ده كان أول مبارح وده بقى الشق اللي أنا عايزة أتكلم فيه أو أركز عليه لان بعد المباراة الإعلام كان بيسأل رونالدو تحديدا هتعتزل إمتى ده بقى السؤال اللي عادنا نتكلم فيه كتير جدا وناس كتير اتكلمت في منابر إعلامية عالمية كمان متى يتم أو متى يعلن يعني كريستيانو أو ميسي حتى يعني اعتزلهم لكورت القدم اللي قال لك لا ممكن يكملوا للأربعين قال لك لا ممكن يعتزلوا دلوقتي عشان يطلعوا هما من نفس الصورة المحافظين عليها هو اتكلموا عنده 38 سنة وقال لهم كده تحديدا 38 سنة لكن بس تمتع بكل لحظة ليا فيه الملعب ويمكن اعتزل وأنا 45 سنة يعني مش محدد موعد معين للاعتزال طالما قادر أن أنا أدي فيه الملعب وأن أنا أحقق وأستمتع كمان فأنا مكمل فتصريح يمكن رد على الأسئلة اللي كانت مختلفة أو على علامات الاستفهام حول متى يعتزل كريستيانو ورونالد والناس كتير قالت لك السعودية ودوري السعودية يمكن هو المحطة الأخيرة لكريستيانو لا أحدش عارف طبعا لكن أنا بطفق جدا مع النقطة دي وخصوصا دلوقتي السن ما بقاش زي الأول زمان كنا نسمع أن اللعيبة معظمها كمان العالمية على 30-31 ببدا السن لكن دلوقتي سن ارتفع يا فاروق بالنسبة أكبر يعني لما نتكلم عن أمثلة في أمثلة كتير لكن حد مثال بإبراهيموفيتش دلوقتي داخل تريبا في 43 أو 42 ومش بس سن يعني يعتبر غريب شوية للعب لكن أداء هو لسه جيد ولعبه أو أداءه يا فاروق ما تقدرش تقول أنه هو مش أفضل مثلا من الناس ممكن يكونوا لعيبة 30 بس الفارق الفنية موجودة هو يمكنها الأفضل لو قرنتوا بعض اللعيبة اللي في سن أصغر بعشر سنين مثلا فقصة فعل ملاش علاقة أوي حاليا في كورة القدم بالسن لعلاقة بالكفاءة والمهارة لا بتكون مستمرة فليني نكون من المتفقين أننا محظوظين أننا في وقت وزمن فرجنا فيه على كريستانو رونالدو وعلى ليون الميسي يعني أعتقد الجيل ده محظوظ أنه هو شاف وغيره وليسا لسا فيه أنا أعتقد يعني خلال الفترة القادمة مش هيتجمع اتنين بنفس الكفاءة وبنفس الندية والمهارة اللي احنا شفناها أنا أقول هالند وده مش عشان البروباجندا اللي اتعاملت عليه تحديدا الموسم اللي فات والأداء اللي كان مختلف لا أنا أقول هالند لأنه بالأرقام أعتقد قدام هالند لسا 22 سنة بس لما تتكلم في عشر سنين كمان مش بس لما يوصل لسن كريستانو قبل كمان عشر سنين كمان تعالي الأرقام مش تبقى بعيدة أو يا صعب يحقق الحال شوف انت بتقول الوقت صعب بس ما تعرفش يعني أنا أتوقع ده مع الفكرة أنا بحب كريستانو جدا أنا مش بحب الميسي يعني كريستانو يعني حاجة يمكن مش كامل بس أنا أتوقع ممكن ده يحتل على كل حال حيبان طبعا بس هو أكيد لعب مختلف خلينا هو لعب متميز طبعا خلونا بقى دلوقتي نتعرف على تفاصيل مسيرة رونالدو التهديفية مع كل الفرق التي لعب لها من خلال الفيديو ده ومن بعدها هنطلع لفاصل ثم نبدأ فقرتنا الحوارية الأولى ونستقبل ضفتنا كابتن هدير مخيم رجعنا لحضركم مرة تانية ويعني فقرتنا الأولى الحوارية ويعني هم بتتكلم فيها عن رياضة الرماية للسيدات اللي ماتشي في مصر بيه خطوات ثابتة والفتيات والسيدات المشاركات في البطولات العالمية بيثبتوا نفسهم وبيحصدوا كثير من الميداليات والألقاب معنا النهاردة نموذج محترم إدرت إنها ترفع اسم مصر في كثير من المنافسات برحب بدفتنا النهاردة اللعبة هدير مخيبر اللعبة منتخب بمصر وبطلة العالم في الأرماية كابتن هدير مشرفونا ونورونا في عشر السفر الأهلي نسي شكرا صباح الهلم صباح النور سعداء إنك بجد لما تلاقي نموذج نسائي وكمان ناجح في مجال الرياضة فده بيبقى ميكس عظيم جدا وبيأكد فكرة هنا برضو يعني الاهتمام برياضة النسائية حتى وإن كان ده مؤخرا بس واضح أن فيه كمان شغل كبير بيحصل وانت بقى عايزة أقرأ معيكي يعني لو تسبحيلي يا هدير لازم حضراتكو برضو تعرفوا ده فتنة حصلت على إيه أولا ميداليا ذهبية في أولمبياد الناشئين نتكلم 2014 ذهبية البطولة الإفريقية 2015 الميداليا الفضية في بطولة الشيخة فاطمة الدولية بالإمارات 2017 وسام الجمهورية من الطبقة الأولى في الرياضة لا أنا عندي كثير لسه يعني بصي بجد ماشاء الله بس خلينا نبدأ من الأول هدير إيه اللي حبابك في الرماية وليه بتديتيها ومين اللي شجعك يعني خيا نعرف أولا أنا بابايا هو السبب الرئيسي في دخولي اللعبة دي أنا وأنا صغيرة كنت بروح معاه هو ظابط جيش فكنت بروح معاه بقى يعني الإسماعيلية لأنه كان بيخدم هناك فكنت بشوف الزباط وهم بيدربوا هناك رماية وكده في المعسكرات فقلت له يعني أنا حب الموضوع وعايزة أدخل فيه قال لي أول ما هنزل القاهرة إن شاء الله هدخلك ففعلا أول ما أتنقل القاهرة لا فعلا أول ما أتنقل القاهرة جابني وديني نادي المؤسسة العسكرية ودخلت هناك وبدأت أشترك هناك الحمد لله كانت بدايتي قوية أول ما دخلت أهلت على طول الأولمبياد ناشئين ودخلت فعلا سفرت أولمبياد الناشئين وجبت مدالية دهب في المكتل تيم أول بطولة ليكي كانت بمدالية دهب الحمد لله دي أول بطولة دولية أشترك فيها فتأهلت ساعتها في مصر وسفرت أولمبياد الناشئين وجبت المدالية الدهب وتكرمت بعدها من الرئيس عبدالفتاح السيسي ودني وسامة جمهورية من الطبقة الأولى فدي كانت بداية مسيرتي فدي كانت أول حاجة عملتها في الكرير والحمد لله بعد كده ربنا كرمني بمدريات بقى كثير بدعم طبعا أهلي وبابايا بس أنا الفترة الأخيرة توقفت سنتين لزروف يعني يعني جوزت وخلفت وقفت سنتين بعد كده بقى يعني قلت قررت أن أنا لازم أرجع تاني طبعا بدعم جوزي لي الصراحة شجعني جامل جدا أن أنا أرجع وأهلي كلهم قالوا لي يعني لازم ترجعي فعلا رجعت المفروض أنا أصلا بلعب بندقية ضغط هوا رجعت ساعتها المنتخب قردي كانت تعدل البطولة الإفريقية دي فالمدرب بتاعي قال لي يعني لو كده ممكن تشاركي في سلاح بندقية رصاص ثلاث أوضاع دي لعبة جديدة علي تماما ما شتركتش فيها قبل كده ولا لعبتها خالص هما ثلاث أوضاع يعني واقف رائد مرتكس فقلت له ساعتها خلاص أوكي ما عليش مشكلة هو داني استقل الصراحة وكان واثق فيها أن أنا أقدر أعمل حاجة وفعلا ربنا كرامي اتمرنت عشر تيام سافرنا أزربيجان عملنا معسكر هناك لأن إحنا الميادين عندنا كانت ساعتها لسا ما تفتحتش أن إحنا نقدر نتمرن فيها سافرت هناك عشر تيام اتمرنت رجعتم أصر قبل البطولة بعشر تيام بعد ما رجعت عشر تيام بالضبط قبل البطولة الحمد لله ربنا كرامي جبت البرونزي يعني في أفراقيا الحمد لله كابتن هدير كان ميداليا لحد دلوقتي قدرت اضحق إيهم ومشاهد عدوا ومم الحمد لله وإن شاء الله كثير يعني وإيه البطولة اللي نفسك تفوزي بها أنا دلوقتي صراحة بعد نفسي للأولمبياد اللي جاية إن شاء الله نفسي أعمل حاجة تانية إحساس أنك يعني بنستعرف بعض الصور بالميداليات الميدالية دي كانت فين دي آخر ميدالي أخدتها ده وضع الرائد الرصاص دي آخر ميدالي أنا أخدتها ده الرائد إحنا هنا كابتن هدير أه أوكي الرائد بتحتاجي كم ساعة تدريب في اليوم وكمان ده في العادي أو قبل البطولات بقى مع المعسكرات لا أنا بروح مثلا مساعة تمانية صبح لغاية مثلا الساعة ثلاثة العصر يعني بعض طبعا كتير طب ده ما بيتعرضش معه مثلا لو في حد بيشتغل أكيد في ناس كتير أبطال بيشتغل وعندهم مسؤوليات صعبة بس وجود بقى يعني الأهل والأقارب هما اللي بيساعدوا صراحة يعني أنا دلوقتي منبطلة شغل يعني واخدأ أجازة لكن يعني أنا دلوقتي ما تفرقت وجود أهلي بقى هما بيساعدوني جامد جدا يعني ومشاء الله زوج داعم وده المهم أن الناس دائما تختار بارتنر زوج أو زوجة داعمين للي هما بيحبوه لأنه ممكن تاني واحدة تانية بطلة أو بطل يتجوز يقول لك خلاص لا هو صراحة يعني أهله كمان وهو يعني كلهم صراحة يعني أهلي وأهله كلهم داعمين لي يعني أنا بشكر جدا حمايتي لأنها مؤمنة بموهبتي جدا وبتدعمني جدا في القصص دي وطبعا بابايا يعني أساسي هو الأهل الأساس فعلا وأمي طبعا دعواتها لي حكيلي اللقطة دي أنا وفاروق حابين أعرف إحساسك لما جالك التليفون سيادة الرئيس هيقبلك في تكريم لغاية لما كنت يوقف على الباب بره وبعدين تنادى اسمك وطبعا بيبقى في حوار سريع مع الرئيس في اللحظة دي خيان أعرف بقى أنا طبعا كنت مبسوطة جدا أول معرفت ما كنت بصدق نفسي كان هو ممرة طويل كده الرئيس ببواقف فيه وإحنا بنمشي أنا طبعا كنت عايز أطير حشان أنا أسلم عليه حاجة جميلة جدا وحاجة تدي الواحد ثقة أكتر وتدي الواحد أنه يعمل أكتر ويبزل مجود أكتر دعم المعناوي دعم المعناوي يعني برضو خلينا اتفق أن القيادة السياسية لا تتوانى عن تقديم الدعم المادي المعناوي لكل الرياضيين ولكل أفراد المنظومة الرياضية وده بيبن مردوده في سرعة تقديم الدعم وسرعة الاستجابة يعني التكريم بيبقى في وقته دايما بنقول يعني التكريم بيبقى في وقته وفعلا هو الوزير كرمنا برضو بعد المدينة اللي أنا جبتها دي على طول استدعانا في العاصمة وكرمنا وإدنا شهادة تقدير فحاجة كويسة جدا واحد بمسط جدا إن في حد بيدعمه هو صراحة الوزير عامل شغل جامد جدا جدا الفترة اللي فاتت دي هو قسي احنا اتكلمنا يعني في حلقات مختلفة عن الاتحادات كلها ووضع رياضة المصرية في الاتحادات بيجاء الاتحاد الرماية من الاتحادات شغل الاتحادات واخد حقها لكن اللي حصل على نصيب إلى حد ما لأن انتوا وصلين برضو بالنتائج ليه يعني رانكينجز محترمة فبيبقى فيه نصيب أكبر شوية من الرعاية المادية وغيره لكن في بعض الاتحادات التانية اللي محتاجة لسه يعني اهتمام ودعم أكبر بس بالنسبة للرماية تحديدا لو هنرجع يعني هل المعسكرات بتبقى من الاتحاد نفسه في الدعم الكافي بيكون من وزارة الشباب والرياضة يعني خلينا نعرف برضو الأجواء طبعا حتى لو هدير بطلة ووصلة لمستوى كبير بس مثلا مستوى مادي معقول أو جيد فيه غيرنا أبطال تانية مستوى من المادي وده لا يقلل منهم لكن غير جيد يعني فالوضع بيكون ازاي برضو لا هو الصراحة بيبقى فيه دعم فيه معسكرات أنا زي ما قلت لحضرتك احنا سفرنا قبل البطلة الأفريقية عشر تيام عشان نقدر ان احنا نتمرن على الميادين وندرب رصاص حي لان الميدان ساعتها عندنا البتاع العاصمة كان مقفول ما كانش ينفع ان احنا نتمرن فيه في الوقت ده وصفرونا فعلا وعملونا معسكر ودلوقتي فيه خطة اعداد بالتم ان احنا عشان الأولمبياد لازم هنسافر معسكرات تدريبية خارجية وداخلية لاثنين لازم والريدي اصلا الكلام ده تم في البطولات اللي فاتت اللي انا حققتها كان فيه معسكرات وفيه صفر كتير جدا لنا تدريبي ومع مدربين اجانب كمان يعني احنا عملنا معسكرات تدريبية مع مدربين اجانب فلا هو الصراحة الوزير ورئيس الاتحاد بتاعنا عامل شغل جدا معنا الحمد لله كابتا هدير وقت التدريب والمشاركة في البطولات هل بيتعارض مع البيت مع الشغل وازي بتوزني ما بين الحياة الشخصية الحياة العملية الرياضة بتبقى معادلة صعبة جدا هي صعبة جدا جدا ومجهدة جدا بس يعني طول ما الواحد بيحقق بيبقى بيبقى عنده طاقة اكتر طبعا الموضوع يعني مش بيبقى سهل لوحدي يعني انا ما قدرش اوازن لوحدي وجود زوج بيدعم مؤمن بالموهبة اسرة بتؤمن بالموهبة هي دي اللي بتساعد ان انا اقدر اكمل واقدر ان انا احقق بمداليات اكتر فهم يعني انا وجودي الواحد مش كافي هم وجودهم معي اساسي ودعموهم لي اساسي فالحمد لله هم بيدعموني وانا الحمد لله ماشي على خطة ثابت وبتقدم واحدة واحدة يعني بتبديهم نتاج الصبر او الدعم الحمد لله حروح معاك برضو الرماية في العموم بقى في مصر وصلين للافل اي احنا وايه الدول اللي سابقانا بكتير وعايز اعرف برضو الفترة اللي جاية ان شاء الله بعد الولمبياد هل في خطة عن تطوير الرماية واللعبة دي ونتشارها بشكل اكبر مثلا يعني خطة الاتحاد لو عندك برضو فكرة ايه اللي حيحصل الفترة اللي جاية بعد الولمبياد هو المفروض ان احنا دلوقتي بنعمل معسكرات هيبقى فيه المدرب بيحط خطة تدريبية ان هو مثلا من الفترة الفلانية الفترة الفلانية دي هيتم معسكر في المكان دا فيه سفريات كاس عالم هنلعبها هندخل مسابقات دي كلها بتدينا قوة اكتر بحيث ان احنا نقدر لنفس اكتر ويبقى عندنا تطلع للعالم الخارجي زي مثلا الدول المتقدمة في اللعبة فبنحاول ان احنا ناخد منها ونحاول ان احنا نبقى زيها ايه اكتر الدول المتقدمة والله هو فيه فيه كتير يعني فيه الهند جمدة جدا في الرمية الهند اه جمدة جدا في الرمية وعملين شغل عالي كمان في الاكوابنت بتاعتهم اصلا يعني هم البيدة اللي احنا بنلبسها الشركة اسمها كابابي هي يعني رقم واحد دلوقتي في الصناعة في الصناعة فلا هم الهند شغالة كويس جدا المانيا طبعا الاسلحة كلها المانية من المانيا فيه الاستراحة دول كتير جدا ايطاليا فلا يعني طبعا احنا ترتيبنا كاما او تصنفنا احنا احنا دلوقتي بدأنا ان احنا ننافس بقوة مش هادر اقول ترتيب محدد بس احنا اشتركنا في كذا بطولة وعملنا كذا حاجة مش دايما ان انت تدخلي تجيبي ماداليا في كل كاس عالم مفيش بطل عالم كل مرة في كتير يعني في دول كتير جامدة في اللعبة بس كويسا احنا وعزمي مثلا محلبة عامل شغل جامد جدا فلا احنا الحمد بدأنا ان احنا نوصل للعالمية بشكل جامد جدا كابتن هدير ايه ابرز الصعوبات اللي انت وجهتها في لعبة الرماية في حاجات قدرت تتغلب عليها في حاجات لسه اعتقد بنبقى صعبة جدا ايه ابرز الصعوبات اللي انت قدرت تواجهها في لعبة الرماية هو الفكرة ان انت تثبت على المستوى بتاعك وتحاول ان انت تعلي من مستوى كمان لان انت العالم الخارجي بيتطور بامكانيات سواء اسلحة او بيدل او كلام ده كله بمساعدة الجهات اللي هم الوزارة ورئيس الاتحاد ان هو بيخلي الواحد ان هو يقدر فعلا يستمر ويقدر ان هو يوصل لمستوى كويس ويقدر ان هو يواكب الارتفاعات اللي بتحصل في المستويات فطبعا يعني الصعوبات ان انت ما تقدرش ان انت تواكب المستويات بس بدعم الناس معاك خلاص هتقدر ان انت تقدر ان انت المستوى كي على وتقدر ان انت تنافس بكوة مع الابطال اللي بره يعني هدير احنا اعتمدين عليك في باريس 2024 وكي بجد في المائن ان شاء الله انت وعزمي وابطالنا المختلفين لان لما بيبقى واحد او بلد عندها كدر كبير فمعلش الحملة بيبقى انت اكبر فكل التوفيق ان شاء الله ويبالينا لقاء انا وفاروق انا وكريم وقالات الان معانا ان شاء الله لما تعودي من باذن الامبياد معاك ميداليا حتى لو مش ذهبية بس يعني اتليست تكون ميداليا ان شاء الله باذن شكرا شكرا جدا رسي نروح فاصل نروح فاصل ونرجع نكمن حضرات الفقر دفنا فيها يعني عزيز جدا علينا بصراحة وبقالنا تقريبا ثلاث شهور بكنش بنورنا لكن هو نهار دا معانا وإحنا سعداء جدا عشان كان نتطرك الحديث عن منتخب مصر طبعا اللي بيواصل استعدادات وليه المباراة الودية التانية بإذن الله أمام الجزائر غدا وبعد الفوز على الزامبيا والفوز اللي هو في الثواني الأخيرة يعني نتكلم في كل التفاصيل دي وعايزين نتطمن على اللي جاي مهم جدا كمان ونتكلم عن قرعة كاس الأمم الأفريقية كل ده مع ضفنا العزيز كابتن سدي الجمال نجمى الأهلي الصادق صباح الهنم صباح خير نورنا والله بجد كله حضر الحمد الحمد صباح أخير يا كابتن وحشتين يعني بقىنا كتير طبعا ما شفناش حضرتك سريعا نتكلم على المتخب يعني أكيد تبيعت مبارات المتخب بزامبيا تقييمك للمباراة من النواحي الفنية الشكل اللي شفت عليه شكل المتخب مصر وأيضا رؤيتك لمبارات الجزائر أعتقد تبقى بروفة قوي جدا للمتخب المصري وبداية أنا شايف المباراة دي كان الاستداد أقوى من مباراة تونس بحيث أن كان فيه معسكر كويس في دولة الأمارات المحترفين كلهم كانوا موجودين التجربة مفيدة جدا جدا للمدرب قبل اللعبة عشان فيه بعض النقاط وبعض الحاجات اللي هو بيقف عليها لأنه عنده مباراة قوية جدا الفترة اللي جاي فريق زنبيا المجموعة بتاعتنا فيها مجموعة الكارة السمراء فيها فرق من أفريقيا ما فيهش مثلا حد من شمال أفريقيا فالتجربة كانت مع زنبيا كانت يعني كويسة جدا جدا وفيها فايدة للمنتخب كاحتكاك وطريقة لعب وكأداء لعيبة لأنه أنت تقابل الأفريقى غير ما تقابل شمال أفريقيا اليوم عندهم كو وعندهم سرعة أكتر وفيه التحمات فبرضو أتبقى النتيجة الإيجابية من المباراة دي في صالح المنتخب مصر المباراة كان الشيط الأولاني كان برضو ضعيف جدا لأن بالنسبة للنص الملعب زي ما حضرك عارض كان ما كانش فيه حد بيكمل مع الثلاثة اللي قدام لما كون فيه حد زي مثلا لو إمام موجود لو زيزوا لعب في الحتة دي عنده سرعة الحركة لأن الناس اللي فوق دي مظلومة أن أنت تبقى ما فيش الترابط في الخطوط بينهم وبين الناس اللي تحت فما فيش حد بيغزيهم ما فيش شغل كتير فبالتالي الشيط كان سلب شوي الشيط التاني لما حصل تغييرات مش بقلل من الناس اللي موجودة طبعا لأن بقاله فترة كبيرة ملعبش وبرضو تجربة كويسة لأن هو وحتك والمدرب يتطمن عليه بس انت المبارات دي بتفرق برضو في النتيجة النتيجة عمل أساسي بالنسبة للعيبة والمعنويات وبنسبة المدرب ما ينفعش انت تلعب متش أو متش وتتغلب دي بتعمل إحباط للمنتخب وبعدين أنا عايز تشوف المنتخب يبقى ليه شخصية شخصية المنتخب بتيجي مع تجانس مع مبارات كتير ودية وتجمعات تجمع زي مولت حدك بيفرم على المدرب فالشهود التاني لحد ما الطريقة اختلفت شوية وكان فيه مساندة بدليل اللي جاب الجون حمدي فاتح حمدي فاتح بيلعف نص الملعب وفي اخر راح زيزو راح يتقليمين وعمل كورس وطلع حمدي عملها بدمج وهدف جميل جدا يعني بيعطي معنويات وبيضي ثقة للمدرب وللعيبة المبارات زنبيا انت استفدت منها بدنيا واحتكاق قوي اكيد تختلف عن مبارات الجزائر مبارات الجزائر اللي هي المفروض بكرة جزائر فريق كورتو عالية جدا محترفينه كتير محترفينه كتير عنده ما شاء الله ومعه مدرب وطني جمال بالماضي وعنده لعيبة مميزين جدا هتلاقي بقى فيه حاجات فردية وتلاقي فيه حاجات جامعية احنا نستفيد من المباراة ممكن غير مبارات زنبيا دي احنا قفلنا مبارات زنبيا فالجزائر جايب برضو عايز يعمل مبارات بيرة ضد منتخب مصر زي ما انا وانت تفضلت عنده محترفين محترفين وبيلعبوا في دوريات قوية جدا هتحس ان الاداء قوي وتحس المباراة لان برضو فرقة زنبيا كان بتلعب في التلت اللي تحت شوية خنقل منتخب مصر مكروش بلعبوا مفتوح يعني ايه ان هجماته بتاع عشان تتلاقي مساحات لصلاح ومصطفى وتريسجي لأ دول بلعبوا كرة زي زي بتاعتنا هتلاقي في مساحات عند لعب الجزير بس مساحات مش هتبقى ايه كتير لان هم برضو هيمتلكوا الكرة ان عندهم لعيبة وعندهم فرقات فردية فان شاء الله احنا بحيث المدرب لازم يعمل حساب مبردي كويس جدا جدا والتشكيل اللي هو الامثل لها لو في حد بعيد ما يشركوش صحيح انت مطلوب منك مجهود بدني مطلوب منك قوة في الأداء عشان ده منتخب منتخب مصنف ولازم احنا كمان نزر بالمظهر عشان الفرق بعد كده لما تلعبنا في الأمر الأفريقية أو تصفاك كاس العالم عارفين قيمة مصر فان شايف ان دي مبارتين كويسين جدا جدا لصالح المنتخب ده رأي مختلف تماما عن اي رأي تاني بجد انا تبعته يعني ومش بختلف مع حضرتك على فكرة خالص بس هي رؤية مختلفة يعني حضرتك بصيت على الجوانب الإيجابية من كل المباراة حتى وان كانت السلبيات موجودة بس هيك ركزت على الإيجابية وانا اتمنى فيتوريا مع المنتخب يكون مركز على الشق ده فعلا ويكون مش هامل الناحية التانية لان انا لما اجي اتكلم ونفس اللغة اللي بنسمحها والدرجة انا مع تونس والمباراة اللي كانت يعني الحقيقية بجد خسرت ثلاثة جيت مع زنبيا بخسب في آخر ثواني ده مش مؤشر جدع او جيد اعفض سنة قطع جباز ثانية واحدة واخذ خلي حضرت تكمل ماتش تونس كان ليه حسابات تانية وهو مش عايز اقول ظلم لانت عارف نهوانت النادي الاهلي النادي الاهلي ببضل الله مع حسن شحاتة مع كابتن جوري مع اي مدرب مصري منتخب مصري تلتين او الهيكل الاساسي كله من النادي الاهلي والعراصل اللي هي مويزة جدا جدا الفترات المميزة للمنتخب المصري كان بيبقى النادي الاهلي في افضل مستوى برافع ليك كبير فده ماتش تونس هو تحرم من مشاركة لعبة النادي الاهلي دول بيده باور وبيده امكانيات عالية جدا يعني ما تقولي الشناو عبد منعم ام تقولي مثلا افشا ام تقولي كهربا لو امام موجود الشكل هيبقى محمد هاني بس انا مش بدافع المدرب بس ايه نواند قالت تحتة فيها ايه فيها خبس كاروي شفت انا بقيت عملة برابعة لك لا انت ماشاء الله نضغتي جميد جدا جدا هنحلل يعني هنقعد انا بعد كده اسمعلك لوحدك احنا في فترة كابتن فاروق اما ينفعش احنا مش عايزين نركل على السلبيات او ليه كل الدعم وكل التوفيق لمنتخبنا او للنادي الالأ او اي حد داخل في منافسات او في استحقات قوية جدا جدا فهو اكيد شايف السلبيات لانهو عمل مباراة ليه هيعرف الحاجات السلبيات انا بقى مش عايز اقولها ونهواند تقولها وفاروق انا عايز اقطعك بقى مدرب المصري الكابتن الغهري كابتن حسن شحاتة واعنا سامع وانه نستعرض المنتخب الجزائري مدرب وطني منتخب المغرب مدرب وطني كوينس مدرب وطني السنغال مدرب وطني نانجيريا مدرب وطني انا نتكلم في نهواند تقولها تأثير المدرب بالوطن؟ التحابب يكون وطني. كل التأثير والاحترام للمدربين المصريين. عندنا كفاءات ومدربين كويسين جدا جدا جدا. لكن هناك مراحل تكون عندنا بالذات في الكرة. مثل ما قبل كده جبنا كذا حاجة بردلي. وجبنا مش عارف جرش. وجبنا جبنا ناس كثير. هناك ناس توفقت وفي ناس لم توفق. المصري الناس ما بتحملش عليه قوي. بس ظروف الوضع الكورة في مصر. فترة كابتن حسن أو كابتن جوهري. كانت كويسة جدا جدا جدا. كانت دعم بنسبة مليون في المية. كابتن جوهري إلغوا الدور المصري. تلغى. كابتن حسن لعيبة حدس ولا حرج. رغم أنه كان فيه محترف واحد على مطاقة كان زيدان. بس كان معاه لما تعد الفرقة. كل واحد مع كابتن حسن بفرقة. من أول الحضر وائل أبو تريكا بركات. متعب. حسن عبد رب وحمد حسن. عشان نكون منصفين. العيب جامد جدا جدا جدا. من أفضل الناس اللي عابت في نص الملعب في تاريخ مصر. مع الناس اللي كان الأجيال اللي قبليه. فالمنتخب محمد شوقي. كانت أسماء كبيرة قوي بصراحة. أنا لا أقلل ولا أقارن. وغير الدكة بقى وأحمد حسن. غير فيه ناس كانت قاعدة بره. أحمد فاتح. أحمد فاتح ده فرق الوحده. صرت باك بيلعب باكرايد بيلعب نص ملعب دفينبر. فعايز أقول لك القماشة برضو اللي كانت موجودة. صح. بتدي باور للمدرب. احنا قلنا كده والله. احنا قلنا وقتها حتى الفرق كان العصور الذهبية بتاعت الفرق المختلفة. مش بس النادي الأهلي فعلا. كابتن حسن شاحته. جي النادي الأهلي. فبيقعد مع لعيبة. فالجوزي كان بيقابله كويس جقال. فهو جاي تشكر جوزي. إن هو قدم له سبع تمن لعيبة منتخب مصر. فرقوا مع منتخب مصر وجابوا طلب بطلاء. فالمجموعة دي اللعيبة برضو تحس برضو حتت برضو عدم الجماهير. دي برضو بالدائل واحد. شفت جميل مع كابتن حسن أو كابتن جوري. اللي الساد كان بيتملي. فده بيلعب. تلاقي مثلا خمسة فرق عديد في المدرد. اللعيب لما بيجي يلعب بره ويلاقي جماهير. برضو فيه لعيبة صغيرة مع المنتخب. برضو بتبقى مضغوطة شوية. فيه لعيبة عندها خبرات كبيرة طبعا زي الناس اللي هما بيلعبوا فوق درسجيل. وصلاح ومصطفى ولعيبة النادي الأهلي. بس إن شاء الله بإذن اللي أنا شايف لو فيه مدرب بعد الفترة دي. هيمسك منتخب مصر ومصري. أنا أسعيد جدا جدا زي جمال بالماضي. وزي مدرب المغرب اللي هو وصلهم كاس عالم. وطلع من الأربعة الأواء. وعمارهم مش كبيرة. راكي تقريبا بداية الأربعينات يعني مش. مهديع حضرتك. الاختيارات بقى هنا. والاتحاد الكرة يكون عنده ثقة طبعا في المدرب المصري. ويدي له كل السلاحيات من ناحية أول حاجة من ناحية العقد بتاعه. عشان المدرب المصري ما بيجي. وبيجي يعني تحس إن هو إيه. في التحامل يعني بيبصره بنظر وحشة جدا. يبقى واحد مثلا بياخد قد كده. بيجي المصري يدي له ربعه مثلا. فدي بتقلل منه. ما كابتن حساب بدري مسك منتخب مصر. مظبوط ولا أهاب جلال مسك منتخب مصر. في ناس كتير كابتن أنور سلامة مسك منتخب مصر. هي تجربة كابتن إيهام جلالي. يعني تجربة يعني مش هقول عليها لم تنجح. لكن هي تجربة ما كانتش ينفع أن هي تتم بهذا الشكل. صحيح. عيب علينا. يعني قال في الطيارة وفترة. يعني عدم استقرار وتخبط كان في القرارات بشكل غير طبيعي. برافو عليك. يبقى أنا عندي حق ولا كابتن فاروق المقولي. الأجنبي بيعمل حق جامد جدا شرط غزائي قوي. كل حاجة بيجي المصري لما يجي تعامل معه سواء رئيس الاتحاد أو الأعضاء اللي انت شافهم دول. بيبقى يصفهم انتباه قدام ليه اللي هياخد حقه ثالثهم ثالث. المصري انت جيبته. وممكن الاختيارات ما هينا مشكلة كبيرة جدا مش انا بقول لحضارك الاستقرار. بيولد النجاح. مجلس الادارة مثلا في النادي الاهلي عارف يجيب كلر. خلاص كل المجلس واللجنة والدنيا كلها كل النادي صفواح. الاتحاد الكوري لما جاب اهب جلال في ناس كان معترض عليه. فالولد بيشتغل وعارف ان فيه ضغوطات. ان انا جاي اشتغل انا جاي معاك هو. انه واند مثلا متعطفة معايا. شايف ان انت القاعدة بتاعتك مش قابلني. هبقى انا عايب متوتر. انما انا جاي. وبعدين الشعور ان انا في اي وقت هتم اقلتي. طب انا عشتغل ازاي. وعشتغل بأي نفس. وش طبيعي التخبط اللي حصل السنة اللي فاتت. ده كان امر يعني لا اتمنى ابدا ان هو يعود مرة تانية. مش هد محزن بصراحة. المسؤول الاول مين؟ الام بتاعت اللعبة. رب البيت. اللي هو الاتحاد الكور. فلنعد الفترة دي. بعدين برضو احنا معنا مدرب. مدرب كبير جدا جدا. كان شغال في السعودية. مكسر الدنيا. فرق اوروبية. ليه بصمة كبيرة جدا. من ساعة مسك المنتخب. لا. في حاجة على الارض كويسة. يعني هو سيبك من المبارات الودية. انا ممكن اخسر في المبارات الودية. اثنين تلاتة اربعة. بس هاجف الرسمي. هبقى قوي جدا. وزي المتحدث هتفضلت. السلبيات اللي هي حصلة اللي احنا ما اتكلماش عليها. هو يعالجها. بحاجات فنية في الملعب. نتمنى. نتمنى. يعني حتى وان كانت الوديات الأداء فيها ليس الأفضل. اتمنى في الرسمي اكيد كلنا ان يكون أداء مختلف تماما. وانا اتفاجأ. يعني المفاجأة هنا تبقى حلوة. احنا المفاجأة. ومستنين البطولة يا كابتن صديقي. احنا مش راح كون التمسين مشرف. احنا وصلنا الى اتنين نهائي ام افر الضبط. وكاس العالم لما رحنا. رحنا بشكله مهش جدا جدا سيء. ما كانش فيه اي شكل. الحاسنة الوحيدة. الصلاحة جاب جول مسلا. احنا ما كانش لنا شكل. واما حاجة في الكرة يا كابتن فاروق. لازم يبقى ليك شكل. ليك طريقة لعب. يعني انت الشخصية بتاعت المنتخب. زي شخصية النادي الاهلي. زي شخصية الفرق الكبرى. لازم تبقى متواجدة في الملعب. وانت معاك الكورة. وانت مش معاك الكورة كمان يا كابتن. ايوه. فانت بيبقى ليك شكل. وقفة في الملعب وانت مش معاك الكورة. ايوه. لكن احنا بنقول برضو كل الدعم والاستقرار بيتم توفيره لي. مستنين منه البطولة. كابتن صديق. عايزين نروح لمورة الجزائر. شايف ازاي نقدر نستفيد من مبارات الجزائر. خاصة النابروفا قوية جدا. امام واحد من اقوى المنتخبات الافريقية. وممكن. فريق مصلف. ومين اللعيبة او التشكيل اللي ممكن لعبيه المغرادين. بس. التشكيل بتاعنا. ان شاء الله. يعني ايه. انا سعيد جدا طبعا عشان كل واحد ياخد حقه بعودة فتوح. ومكسب كبير جدا ناحية الشمال. يعني هو علي معلول رقم واحد في مصر. ومعه فتوح. صحيح. باكليفت باكليفت يعني. يقف على الكورة. ومساندة. والتغطية. لعيب مميز. مكسب الفترة الجاية ان هو رجع من الاصابة. مع طبعا محمد اللي هو ايه. لعب بيراميد الباكليفت. محمد حمد. محمد حمد. برضو يبقى عندك اتنين في الجابة دي كواس جدا. عبد المنعم اللي خلاف عليه. علي جبر. محمد شنوش افنان موطش اللي فتة. الله في اكتر الكورة. لا الشنوش حتة تهم. صحيح. خبرات كبيرة. يقود المنتخب. ده عنده شخصية. بتاعت المنتخب وبتاعت الناد القلي. فهز ما انت بتبقى مضغوط. شاي الجون المباراة اللي فاتت. لو دخلت كنا اتغلبنا كان برضو هيعمل هبوط في المنتخب. طبعا. بالمباراة اللي قدي. عندك الباكريت هاني. حمد هاني. ماشي كواس جدا. وبديله عمر كمال عبد الواحد. نص الملعب انا وجهة نظري. ان طارق حمد مايتشالش. طارق وبيلعب جنبه حمد فتحي. طارق بيلعب جنبه حمد فتحي. ان اني يستنى شوية المطش ده يبقى صعب عليه. تقيل عليه. عشان هو جاي من فترة كبيرة جدا من بعيد. وبرضو متحملش مباراة دي كوية جدا جدا. فيها كل حاجة في الملعب. فيها قوة وفيها سرعات وفيها تغبيط. فلازم الحتة دي يكون ناس متمرسة وبتلعب. طارق بيلعب مع دمك. والحمد فتح بيلعب في قطر. وماشي جواس جدا جدا. انا برشح زيزو. ان زيزو عنده الحتة اللي هي تحت المجمين. بتلاقيه في الشمال في اليمين. كورته كويسة وبينزيل يستلم مع دوران يوش الملعب. فانا مش عايز التلاتة اللي فوق يبقى فيه تواهان. ان احنا نلعب التلاتة. نلعب بتلاتة محور. ارتكاز. لا. عايز لعيب نص الملعب التالت. يكون لعيب كورة. بيطلع عشان يحط الصلاح. يحط المصطفى. يحط الترسجي. وبعدين يبقى تحتهم. جات له حاجة بتعامل. زيزو بيعرف جيب جون. بيعمل كورسات من على الاتراف. هو طبعا وجهة نظر مدرب تحترم. انا بقول وجهة نظر اللي احنا بنتسئل فيها. بس المصطفى ماشي كويس. فوق لغينا عنه راس حربة ثابت. صلاح طبعا رقم واحد في المنتخب. ان شاء الله هيتقلق المطش ده. لان المطش ده يبقى فيه مساحات. وفيه لعيبة وفيه فنيات عادية. مش يبقى فيه قفل زي منتخب زنبيا. كانوا قفلين الدنيا علينا. وتريزيجيك عمل مباراة كويسة جدا جدا كان متقلق. فانا شافت تشكيل ده الامس. وعندك على البنك فيه لعيبة كويسة. هو يغير في اي وقت. بس ما يلعبش التلاتة اللي هو المحور دول. تحس ان انت نازل تدافع قدامه. صحيح. عندنا التزام. وعندنا التلزام تيكتيكي. عالي جدا جدا. عندنا مرورنا تيكتيكية في الملعب. تيجي ده هنا تودي ده هنا. كلهم لعيبة كورة عالين جدا جدا. مش يبقى كل واحد بيلعب في مكانه. يعني السلاح بيلعب في التلاتة اللي قدام. نفس الكلام تريزيجي. نفس الكلام مصطفى بتحرك. زيزو تحتيهم. هتلاقي فيه مساندة ايجابية من نص الملعب للناس اللي قدام. وبرضو مع التنظيم الدفاعي. لان انت هم برضو عندهم سليماني. وعندهم بليلي. وعندهم اسمه ايه رياض. برضو لعيبة كورة. هتحس ان هم خطر علينا. ومع بإذن الله توفيق ربنا والشناوي. ان لا منتخبنا كويس. وانا بقولك في الحاجات الرسمية. هتلاقي منتخب غالص غير الودي. المنتخب يظهر بكوة. لما يكون انت مطلوب منه. داخل بطولة. وداخل باسم مصر وتاريخ مصر. انت واخد سبع بطولات افريقيا. فالناس عامل حساب بمنتخب مصر. مع الناس اللي هم العناصر مميزة. اللي هم جايين مبارده محترفين. يبقى لنا شكل بإذن الله. ان شاء الله. انا اتمنى ذلك اكيد. وفاروق وكل الناس اللي بسمعونا. بس خلينا نحط سيناريوهات. السيناريو الاول ان احنا تقلقنا. في اول كم مباراة رسمية. والمستوى. مش بتكلم تقلقنا ان احنا كمستوى. يعني جبنا النتيجة المطلوبة. لكن المستوى ليس الافضل. هل ده يطمني على اللي جاي. ولا القصة بقى ان انا ساعتمد على الحظ. وده لا يمكن. سيناريو التاني. انا من اول مباراة رسمية. ما لعبتش لا مستوى ولا نتيجة. يعني احكي لي بقى هنا وضعنا لي. انت قال انا انت عايزة. طبعا طبعا. زي ما انا اتفضل يعني اتكلمنا من شوية. قلنا ايه شخصية المنتخب. انتش عايزة ماتش. ونفضل ندقي ونجيب جوم في الاخر. زي مثلا كرة حمدي فتح. صعب 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 في المباراة الرسمية. نقبل ذلك في الودي. لكن في الرسمية صعب. صعب قوي. اعطي بالك بردو كابتن صديق. انهواند قلق ايجابي. احنا بندور على صالح العام للمنتخب المصري. احنا اتفرجت على الجيل. اتفرجت على المنتخب. اداء بنتيجة بحماس. بدوافع نفسية. اللعبة كادمة بتستقتل في أرض الملب. صح. كل اللي بيوص المنتخب. كله على طول بيعمل ايه؟ فلاشباك. على منتخب الكابتن حاسا. صح. اللي كان فيه الفنيات. كابتن حاسا كان يقولهم ايه؟ انزلوا متعوا نفسيكم. كل واحد فيكم فرقة وعنده امكانيات. نلعب الكرة حلو بتاعتنا. بس الوضع مختلف. وكان فيه تجنس اكتر من دلوقتي. لان كلهم. كان سبعة ثمانية من نادي الأهل. حط حسنية حط واحد مثلا من الزمالك. بس كان فيه انسجام غير عادي. والماتشاط كانت حلوة كنا بنكسب وبنكسب بسكور. انت بتكسب كود دي فورة اربعة. بتكسب الكاميرون ثلاثة. بتكسب الفرق نيجيريا. بتكسب غانا. احنا محتاجين النتائج دي مع الأداء. ده كلام من هوانت. كانت وقتها الفترة دي مش هول بوع بوع. بس كان الماتشاط اللي هي مع مصر. شوف المنتخبات التانية كانت تبع عاملة ازاي. كانت مرعبة مصر زمان. صح. وكان فيه فنيات عالية. فانا بقولك ان شاء الله بإذن الله الانسجام. قادم بإذن الله الفترة اللي جاية. مع الرسمي. وهو فيتوريا غير جرش. هو بيلعب برضو كورة لقدام. ما بيدفعش كتير. ما بيتمتش مقصلا شوف الاتخد على جرش. كان بيلعب نلعبنا عشان عايز يوصل دربة الجزاء. عشان عنده الشتناو كويس. وعنده كان سعيت أبو جبل كويس. الاتنين كانوا شاهدين منتخب. لا. الحظ مش هيجي. او التوفيق مش هيجي. الا للمجتهد. لما بقى طريقة اللعب. ونلعب قلينا شكل. هي دي الشخصية اللي احنا نتكلم عليها. الشخصية موجودة. اتلاقي اعداء كويس. اتلاقي فنيات عالية. فانا شايف بطم النهوان دل فترة الجاية بإذن الله. انا شايف هيبقى فيه شكل أحسن. للمنتخب بالذات في المباراة الرسمية. اللي هو وقف على تشكيل اللي احنا قلنا عليه دوت. وده أفضل تشكيل للمنتخب. بس ناقص واحد. ناقص إمام عشور. إمام عشور مكان زيزو. كل التأدير والاحترام لزيزو. لأن إمام موهوب في الحتة دي. لما كان بيلعب في الزمالك. او لما جاي النادي الأهلي. ليه شكل وعدين بيعمل لونج باس من ورا. رجليه مزبوطة. شوف لما نتترك للأهلي. أعمل لبرستاو. يعني بيحط له الكورة. يروح يجيب جول. بالبساطة على الثمانتاشر. بيعمل أسست أعمل اللعيب اللي هو المغربي. الجديد بتاعنا. جوه الستة. فهو ده اللي احنا محتاجين إمام عشور. فوق وتحته عنده. سبات فعالي مع المنتخب. زي بقية العيبة. وبيدفع كويس. ويعمل شغله فوق برضه في الارتداد. عنده تنظيم كويس. وبيدفع كويس. فهو أمام اللي نقص التشكيلة دي. هي صفقة رائعة كانت على كل حالة. قبل ما نختم سريعا جدا. فاضل التحكيم. سريعا رأيك كابتن صديق في التحكيم. تحكيم عندنا ولا برا؟ أصل برا برضه الدنيا بايزة. يعني خليني أشوف رأيك كمان. هل التحكيم هيكون مقلق إلى حد ما برضه مع منتخب مصر. ولا الوضع إحنا مش هنحطه في الحزبان. حتى لو كان في بعض الأخطاء اللي تسببت فيه. يعني للأسف ضيع بعض الفرص وكمان البطولات. بنت كده نقذك على التحكيم الخريج. بالنسبة للبطول. سواء في تنصفيات كاس العالم أو سواء بطولة الأم الأفريقية. اللي حصل مع منتخب مصر أيام السنغال صعب جدا يكرر. صحيح. لأن الناس برضه عندنا في مصر التحاد والناس المنظومة الإعلامية والرياضية في مصر. ضغطنا كتير عليهم. وعرفنا الناس إن إحنا تظلمنا. ظلم يعني كان باين يعني. قول كان شكلهم. كان جايين علينا. كان برضه تحس إن الدنيا كلها والاتحاد الأفريقي والدنيا كلها. كانوا حطينا علينا على أساس إن السنغال تأخذ البطولة. لأن لو في تحكيم عادل المباركة تتلعب بالضغوطات اللي حصلت علينا. فأنا شايف المنظومة التحكمية بالنسبة للأم الأفريقية أو في التنصفيات. إن شاء الله مش هيتكرر السنريوهات اللي مصر تزلمت فيها. ولازم الاتحاد برضه يتحرك. ما فيه ضغط من عندنا. الاتحاد الأفريقي. أنا شفت حضرك قبل كده الأهل تزلم في الوداة. وراحت منا بطولة غالية جدا جدا. الماتش اللي بعديه لما النادي الأهلي والمجلس والدينة كلها وضغطنا. برضه بقى فيه حساب للنادي الأهلي. لما عبنا مجاب جون وخب جبنا البطولة من فهم الأسف. وجبناها ليه؟ إن فيه حتة بتاعت العيبة بقى. الحكم برضه إيه مش هيظلمنا التسعين دقيقة. فيه حاجات مؤثرة جدا جدا ممكن الحكم يخلص عليك فيها. إن يجي كارت أحمر. أعمل أول يوح جاي ضرب إنزار للعيب من عندك يحزمه. يبقى العيب تكتف. أي غلطة تاني يروح مدينه إيه؟ كارت أحمر. اللعيبة عندنا ما شاء الله كلهم نطقين يعني. هيبقى عملينا الحساب في الحتة دي. الشنوطة ما بيتكلم معهم ومصالحة بتكلم معهم. مش هيبقى فيه أخطاء كتير. مش هندي فرصة للحكام إن هم يظلمون. وإنت في الأول لو إنت زي ما نهواند قالت. المنتخب شخصيته موجودة وبيكسب. هتجيب جون هتجيب اتنين. حتى لو ظلمك يبقى أنت مأمن نفسك. هتكسر. فأنا متهقل إن شاء الله بإذن الله. الفترة الجامعة مش هيبقى فيها ظلم. إن شاء الله نتمنى. بإذن الله. دورتنا كابتن صديق والله. ربنا خليك أنا واند أنا كنت سعيد جدا موجود معك ومع فاروق. ونشوفك تاني بلاش الغيبة دي. لا إن شاء الله. هم جبا بصلاحة كان بيكلموني في الأعداد. سواء الله كان عندك ظروف والله. عشان أخويا زي ما قلت. طبعا ربنا ربي عينا. شرفتنا كابتن صديق وإن شاء الله نتقابل خلال الفترة القادمة. وكل الدعم للمنتخب المصري. بكده تنتهي حلقتنا النهاردة وفقرتنا الثانية مع الكابتن صديق الجمال. انتهت حلقتنا من عشر الصبح في الآلي. انتظرونا غدا بإذن الله وحلقة جديدة من عشر الصبح في الآلي. موسيقى